مساء الخير على حضراتكم و مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان برحب بحضراتكم في يوم وحلقة جديدة من المحترف النهاردة طبعا نهاية الأسبوع الخميس حلقة داسمة ان شاء الله هنتكلم في معظمها على طبعا التشامنزليك الأوروبي بطل أبطال أوروبا الجولة الرابعة الجولة الرابعة اللي شهدت يمكن مباريات كبيرة جدا على مستوى النتيجة على مستوى المفاجآت وجولة الرابعة شهدت تأهل أربع فرق خلاص رسميا لوصول لدور 16 طبعا نتكلم على ليبربول نتكلم على باير ميونيك و نتكلم على اليوفينتوس و طبعا فريق آيكس الهولندي النهاردة حلقة مليئة ان شاء الله هتستمتعوا بيها كالعادة لكن كمان أعايز أقول لحضراتكم بعض الأخبار وأهم الأخبار السريعة اللي حصلت يمكن الأسبوع اللي فات على مستوى الكرة العالمية و خاصة الكرة الأوروبية نجمينة الكبيرة أكيد دايما بنتكلم على نجمينة الكبيرة محمد صلاح اللي بيواصل طبعا حصد المجد و طبعا الألقاب في ملاعب أوروبا تم ترشيحه النهاردة لجيزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر في رابطة الدوري الإنجليزي و كمان من رابطة الأنداء المحترفة أعلنت طبعا رابطة الأنداء المحترفة عن ترشيح محمد صلاح للمنافسة على لقب أفضل لاعب من قبل الرابطة خلال شهر أكتوبر يمكن بينافس برضو على مستوى اللاعبين خمس خمس لاعبين طبعا على مستوى تشيلسي ريست جيميز طبعا الأحرز هدفين في الجولة الأخيرة من البريمير ليج و طبعا فودين لاعب طبعا الرائع للمان سيتي و نجم كريستيل بلس كونرال جالجا محمد صلاح بصراحة بحق نتائج أكتر من رائعة خلال شهر أكتوبر و حضراتكم يمكن كمان هو حصل في شهر سبتمبر على أفضل لاعب في شهر سبتمبر و محمد صلاح بيقدم مباراة كبيرة جدا جدا كمان خلال شهر أكتوبر زي ما حضراتكم عارفين سجل خمس أهداف في أربع مباراة خاضرة طبعا فريق ليبر بول حق فيها الفوز في اتنين و اتعادل في اتنين كمان كان محمد صلاح حصد جايزة أفضل لاعب زي ما قلت لحضراتكم في شهر سبتمبر عن منافسة طبعا كان منافسة كبيرة ما بين وما بين طبعا كريستانو رونالدو لكن طبعا كل التمانيات لمحمد انه كمان يفوز بهذه الجايزة عن شهر أكتوبر كشفت كمان حساب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الخميس عن قائمة من أربع مدربين مرشحين كمان للتنافس على الفوز بجايزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر أكيد طبعا بنتكلم على مدربين الألمان بنتكلم طبعا على يوربن كلوب المدير الفني لفريق ليفر بول بنتكلم على توماس طوخل مدرب شيلسي وكمان الفرنسي باتريك فييرا المدير الفني لكريستان بلس طبعا بعد الفوز الكبير على المان سيتي بنتيجة 2-0 طبعا فييرا بيرشح لهذه الجايزة بجانب طبعا ديفيد مايس مدرب فريق واستهامل يمكن يقدم يمكن الجولة الفاتت يعني مباراة على أعلى مستوى بيتم تحديد المدرب الفائز باللقب دوت تصويت الجماهير مفيش شك وكمان تصويت لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز اللي هيتم الكشف عنه خلال أسبوع اللي جاي اعتقد يعني ان شاء الله يكون محمد صلاح هو لاعب هذا الشهر وفي اعتقادي كمان يورجون كلوب يورجون كلوب اللي بيقدم على مستوى البريمين ليج على مستوى الشامبينز ليج بيقدم مستويات أكتر من رائعة في اعتقادي شخص يورجون كلوب ومحمد صلاح ان شاء الله محمد صلاح يكون لاعب الشهر اكتوبر بإذن الله كمان على مستوى المان يونايتد نتكلم على مستوى المان يونايتد أكيد هنتكلم بالتفصيل عن المان يونايتد لكن يمكن خلال مباراته مع أتالنطا في الجولة الرابعة من الشامبينز ليج فاراند بيصاب يمكن في الشوت الأول بيخرج من المباراة تعرض لإصابة قوية وكشف نادي المان يونايتد أن اللاعب بيعاني من إصابة في العضلة الخلفية وأكيد سيجيب لمدة ما بين من ثلاث أسابيع لأربع أسابيع نتيجة هذه الإصابة كمان وفقا لما نشره طبعا سيجيب اللاعب زي ما بقول لحضراتكم عن الدرب من مباراة اليونايتد أمام المان سيتي طبعا دي المباراة الكبيرة اللي كل العالم بينتظرها مباراة الدرب الكبيرة في الجولة القادمة من البريميان ليج ما بين المان سيتي وألمان يونايتد حضراتكم عارفين كمان تشيلسي ديمني طبعا بطولة الدوري الإنجليزي هجيب عن هذه المباراة أيضا وإزاي منكلم يمكن فاران بيغيب عن مباراة أو سبب إصابته أمام طبعا أتالنطا بيغيب مش أهل من الأربع أسابيع وبعض الناس يعني حللت الإصابة دي كان لصالح المان يونايتد لأن زي مع حضراتكم أو تابعتم مباراة مع أتالنطا كان فيه يمكن يعني إخفاء كبيرة على الجانب الدفاعي لفريق المان يونايتد ويمكن خروج فاران غير تشكيلة سولشاير كان بيلعب بتلاتة في الخلف لكن بخروج فاران بدأ يعدل طريقة اللعب وبدأ يلعب باربعة ويمكن ده أدى لتحصن الأداء لحد ما لفريق المان يونايتد طيب يمكن هنرجع لورا شوية رحيل ميسي عن برشلونة يمكن يعني رحيل ميسي لسه الغاية ده وقت ليه أثار في برشلونة مسائل التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا لكن يمكن الغريب ويمكن اللي بيتقال عن يعني خروج ميسي من برشلونة حاجات كتيرة جدا 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 على مستوى طبعا لما تكلمنا قبل كده أنه كان ليون ميسي غاضب جدا من لبورتا طبعا الرئيس برشلونة كان في وقت من الأوقات قال أنه أنا عرضت على ميسي البقاء يمكن بأجر بنصف الأجر ولكن ميسي رفض هذا البقاء وكان ميسي زعلان جدا من هذا التصريح على الجانب الآخر دلوقتي كمان ميسي زعلان من بيكيه يعني غضان من بيكيه طبعا قائد برشلونة ويعني هو بيتكلم على ما بينكو سين كده أصدقاء العمر يمكن كان ميسي عمل حوار صحفي مؤخرا وكان فيه مفاجأة من العيار التقيل بتتعلق به يمكن تعرض ميسي للخيانة من بعض زملائه في صفوف برشلونة قال ماسكروه طبعا أن ميسي بيشعر بالألم من بعض أصدقائه في الفريق وبيعتقد أنهما مدعمهوش بشكل كامل يعني وكان على سبيل المثال لما لابورتا سأل بيكيه على سبيل المثال عند رحيل ميسي اللي وصل لميسي أن يقان بيكيه قال له مش مشكلة ميسي لما يرحل عن برشلونة مش هتكون قازمة كبيرة ومش هتفرق كتير جدا مع الفريق يمكن ده أصاب شوية ميسي بالإحباط لأن طبعا زي ما حضراتكم شايفين وكل العالم شايف أن رحيل ميسي عن برشلونة أكيد كان له أثار كبيرة جدا جدا على المستوى الفني وعلى مستوى التصويقي وعلى جميع المستويات في فريق برشلونة أو في كتالونة طيب خلصت أخبارنا السريعة لكن ما حضركم دائما بنتابع أخبار الصحف والعنوين الصحف العالمية الخاصة طبعا بالشاملزليج هنا معنا في المحترف نبدأ جولتنا النهاردة في فقرة الصحف العالمية بصحيفة ماركا الأسبانية اللي ركزت على فوز ريال مدريد على شختار بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا وتسجيل كريم بنزيمة الهدف رقم ألف للفريق الملكي في البطولة بطولة الشاملزليج وكتبت بنزيمة ألف ليلة هذا طبعا الهدف رقم ألف لريال مدريد في بطولة الشاملزليج ويمكن أكثر الأندية إحرازا للأهداف في هذه البطولة العرق هو طبعا ريال مدريد واللي حقق بنزيمة الهدف الألف في هذه البطولة كمان تحدثت صحيفة عن هزيمة أتلاتيكو مدريد أمام ليفر بول بصنائية نظيفة في دوري الأبطال وكتبت ليفر بول لم يعطي أي خيار أمام أتلاتيكو مدريد لسه في أسبانيا وهنروح لجريدة الأسبانية التي تحدثت أي كمان أكيد عن هزيمة أتلاتيكو مدريد أمام ليفر بول في دوري الأبطال وكتبت دفاع سيء وحكم سيء طبعا الصحيفة يعني اهتمت كمان بتوقيع أو بقرب توقيع تشافي هيرنانديز مع برشلونة لخلافة طبعا المدير الفني السابق رونالد كومان لفريق برشلونة وكتبت تشافي اليوم يعني اليوم طبعا ده في إشارة أن طبعا تمسك تشافي بالعودة إلى برشلونة كمان الصحيفة اهتمت بالقاية الأندية الأسبانية في الدوري الأوروبي تحديدا ريال سوسيداد وجراتس وكتبت فرصة حقوقية وبايرن ليبر كوزين وريال بيتيس كمان وكتبت الجريدة ريال بيتيس من أجل الصدارة طيب نسيب أسبانيا ونروح إنجلترا نروح إنجلترا تحديدا جريدة زاسان الإنجليزية اللي ركزت طبعا على فوز ليبر بول أمام أتلاتيكو مدريد بهدفين مقابل لاشئ وتأهله الرسمي للدور الستاشر في دوري الأبطال وكتبت البعض يحب جوتا طبعا جوتا اللي أحرز هدفين وكمان ماني يلتهم سوارز الصحيفة اهتمت بأخبار أكيد المدرب القادم لنيو كاسل يونيتد وكتبت نيو كاسل يتحول لإيدي هوبي طبعا بعد رفض أو يعني أوتي إمري طبعا المدير الحالي لفياريال واعتذروا عن طبعا الرجوع مرة أخرى من بوابة نيو كاسل وبالتالي طبعا اعتذر عن هذه المهم نروح لفرنسا تحديد اللي كيب الفرنسية اللي ركزت كمان الصحيفة على باريس سان جرمان باريس سان جرمان والتعادل اتنين اتنين أمام ليبسيك الألماني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت رغم هدفين فاندوم لكن يعني بالرغم عن هذا باريس سان جرمان يمكن فقد يمكن نقطتين غالين جدا لأن فوز بارشلونة كان يعني كمان يعني صعوده على الصدارة ولكن تأجل صعود باريس سان جرمان للجولة القادمة الصحيفة كمان اهتمت بلقاء أولومبيك مارسيليا ولاتسيو في دور المجموعات بالدوري الأوروبي وكتبت أولومبيك مارسيلي الفوز أو المعاناة طيب نسيب فرنسا ونروح لإيطاليا طبعا تحديدا جريدة كوريلي ديلي سبورت اللي ركزت على فوز انتر ميلا على شريف ترابسول بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وكمان تعادل ميلا أمام بورتو واحد واحد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت ميلا لا يذهب أبعد من ذلك واحد واحد أمام بورتو ويجعل التأهل متعلقا بخيط أما انتر ميلا الملحمي مع سيموني كمان اهتمت بلقاءات عن ديت لاتسيو ونابولي في دوري المجموعات بيئة دوري الأوروبي ولقاء روما في دوري المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي زي ما حضراتكم شايفين كل الصحب بتتكلم على الشامبينز ليج واحنا كمان هنا في المحترف لسه عندنا حاجات كتيرة جدا جدا هنتكلم على ثمان مجموعات هنتكلم على الفرق اللي قريدي وصلت وضمنت التأهل لدور 16 هنتكلم على كمان حزوز الفرق فرق كبيرة جدا جدا لسه ما أكدتش وصولها لدور 16 هنتكلم في كل دوت هنا في المحترف لكن بعد الفصل أهلا بحضراتكم وبرحب بحضراتكم كمان برحب بديه في النهاردة النقد الرادي عمر صبحي اللي هيكون موجود معنا النهاردة علشان نشوف الجورة الرابعة من التشامبز ليج أحداثها كانت ايه الفرق اللي وصلت فرص الفرق الأخرى كمان أحداث كتيرة جدا على الساحة العالمية وخاصة للأوروبية في كرة القدم يسعدنا ويشرفنا تكون معنا النهاردة عمر أهلا بيك أهلا بحضراتك كابتن يسعدني ويشرفني أن أنا كون مع جمهور النادي الأهلي وكون مع حضرتك واحد من أعظم المحترفين اللي عدوا على الكرة المصرية ربنا يخليك يسعدنا وجودك معنا لأن بنتكلم على الكرة العالمية وانت خبير في الكرة العامية وان شاء الله تبقى حلقة مميزة الجولة الرابعة من التشامبز ليج كانت جولة مميزة جدا يعني قبل ما نشوف النتائج انت رؤيتك ايه للجولة دي يعني من خلال متابعتك للمباريات شفت الجولة دي ازاي يعني بشكل عام كده كانت الجولة فيها بعض المباريات اللي أثرت فضولي على المستوى الشخصي وهي أولها مباراة باريس سان جرمان ولايبزيك باريس سان جرمان أعتقد أن بوكاتينيو لما يكون عنده كل العناصر الفنية متاحة زي النمار وإمبابيه وديمارية بيكون عنده مشكلة نوعا ما في اختيار العناصر أو في ترتيب الفريق بحس أكتر في الدور الفرنسي لما يكون أحد العناصر تيه غايبة أنه بيكون عنده فرايتي أكتر في اختياره بيكون اللعب على المستوى الجماعي أحسن لشكل باريس سان جرمان جدا منشستر سيتي بيأكد هايمنتو على دوري أبطال أوروبا وجورديولا بيؤكد أنه السنة دي في دوري أبطال أوروبا هو دي الهدف الأول لي عكس السنين اللي فاتت اللي كان طلع في تصريح رسمي وقال في المؤدمر الصحفي الدوري الإنجليزي أنا بلعب فيه 38 مباراة لكن دوري أبطال أوروبا يمكن ما بحرفش فيه لآخر الموسم لأن فعلا بالنسبة لإنجلترا الدوري الإنجليزي ده أهم البطالات طيب خلينا الأول نتكلم على مباراة اللي لفتت نظرك شوية باريس سان جرمان ولايبسيك الألماني زي ما أنت بتقول الطبيعي بعد انتقال مستي لباريس سان جرمان وجوده مع أفضل لعب العالم فيه فريق واحد كل الناس قالت يمكن الشامز ليه خلاص بقى يمكن أمر سهل بالنسبة لباريس سان جرمان على عكس كده شوفنا من خلال أداء حتى على مستوى الليجة رغم تصدر طبعا باريس سان جرمان للليجة الأسبانية لكن المستوى مش هو مستوى يقدر يقولك أن باريس سان جرمان لا هو الأقرب للحصول على الشامز ليه شايف ده إزاي شايف رغم موجود عدد كبير من اللعبة المميزة في باريس سان جرمان مع مدرب كبير على مستوى عالي جدا شايف فين الخطأ أو فين الديفول الموجود في هذه الفريق خلينا نتكلم في نقطة محددة أول حاجة بوكاتيني مدرب على المستوى الفني مدرب محترم وقدير جدا وشوفنا بقدم مستويات مع توتنهام فنيا مزهلة جدا ولكن أول مرة يدير فريق في كمية النجوم دي على المستوى الإداري في النقطة التانية وهو استمرار إمبابي مع باريس سان جرمان أعتقد دي كانت خطأ إداري كبير جدا من إدارة باريس سان جرمان هو فعلا إمبابي هيفضل يدي باريس سان جرمان لآخر يوم ويحاول في كل يوم أنه يقدم أحسن ما عنده ولكن على المستوى الفني فهو هيلعب بفردية على نمار وديمارية وميسي وشوفنا ميسي في المباراة الأولى لباريس سان جرمان ومنشستر سيجمع نمار وإمبابي وحاول أنه يتصور معاهم وأعتقد أنه يتكلم معاهم ولكن يظل الفريق يعاني من الفردية في الأدية التوظيف ولا فردية يعني عملية التوظيف لابن يكون عندك نجوم بحجم طبعا ميسي بنتكلم على نمار وديمارية بتتكلم على كلها لعيبة بمستوى عالي جدا على مستوى التوظيف فيه خلل شوية في التوظيف ما هي دي المشكلة مع أنت التوظيف أن أنت تعاني الخلل في التوظيف هيخلق بمشكلة فردية بمعنى إيه أنا عندي واحد زي دمارية ميسي نمار وإمبابي في خط الهجوم وأنا جاي حضرك كنت مدرب كبير وأنا جاي بقول للعيبة أن احنا هنبني الهجمة بالطريقة الفلانية فأنت يا ميسي تعال اتحرك مش هيقدر يقول له يا ميسي تعال اتحرك وإحنا بنبني اللجمة تروح كذا مش هيقدر يقول لي نمار المفروض والكرة في نص الملعب تعمل كذا مش هيقدر يقول لنبابين أنت المفروض تسقط أو تسقطش لأخذ الكرة ومش هيقدر يقول للأربعة أنتوا ترجعوا الدفع آه ديمارية ممكن يقول له أنت ترجع Escape بس دماريها مش هيقدر على المستوى البدل انه يرجع زافع. فده بيخلق مشكلة فردية من نتيجة ان هم مش عارف يوظفهم. من نتيجة ان هم نجوم كبار مش هيقدر يتكلم معاهم. شفت ده ازاي في المباراة امام لايبسك طبعا من الفرق. مش هقولك فرق ضعيفة فرق محترمة. وكان لها منظمة جدا على مستوى الدفاع على المستوى الجملي. واحراجة باريس سان جرمان في فترات كتيرا من المباراة. ويمكن النتيجة اتنين اتنين رغم كمان يعني يمكن كان فيه ضرب الجزاء ضعها لايبسك. شفت المباراة فنين ازاي؟ لايبسك فريق محترم جدا وكان منظم جدا. واي فريق منظم هيلاعب باريس سان جرمان وهيقف المفاتيح لاعبه. اللي هي الفردية اللي هو سواء بابي او نمار او دمارية بعد غياب ميس ينبارح. وغياب ميس ينبارح بيتكلم انه عنده انزعاجات في البطن دي. عارفنا من ايام ما كانت مع منتخب الارجنطين اللي هو انغباطني واجعاني ده مع ان انا مش في المودة النفسي ان انا ألعب. صحيح. يعني هو ميسي كده هو ميسي لو ما عندهوش طاقة نفسية ان هو يلعب. ما بيقدرش يلعب وفعلا بيحزن بنزعاجات في البطن ودي شفناه مع منتخب الارجنطين. ففريق ليبسك اعتقده كمان ان هو كان متقدم وخسر في النتيجة فنالدو مسجل هدفين. ويرجع تاني في الشرطة تاني ويتعادل ويحارب على التأهل اليوروب ليج. دي يعني شفنا فريق محترم جدا ووقع في اصعب موجود مجموعة لتواجد اتنين تأهلهم حتمي من منشستر سيتي وباريسن جيرمان. فوقع معهم فهو بيحارب مع كلاب بلوج على اليوروب ليج. هنستعرض برضو معك يمكن ارقام المباراة بشكل او باخر. كمان ارقام المباراة هتدي صورة يعني عن اداء الفريتين بشكل او باخر. لكن خلينا كمان اعف على نيمار. نيمار كمان المباراة اللي فاتت اعتقد كان بيلعب بفردية كبيرة جدا. وكان عنده تهون في بعض المواقف المباراة لدرجة انه كان حيضطرد. شايف كمان نيمار ومستوى مع باريسن جيرمان السنة دي. يعني برضو نيمار من اللعبة الكبيرة جدا. ولكن عنده مشكلة. مازال نيمار بعيدا عن مستوى اللي احنا عارفينه. نيمار للأسف نيمار وغفر شلونة كان عنده الحاكم الاداري. انه هو يخليه مستقر على النواحي النفسية والنواحي الاداء في الملعب. يعني نيمار في بارشلونة ما كانش ينفع يعمل قصة شعر غريبة كانت ممنوعة. كان لازم حتى لو قصة شعره بقصة غريبة كان لازم هو نزل الملعب ينزل شعره. فالهيكل الاداري اللي كان بيحكم نيمار في بارشلونة مش موجود في بريسن جيرمان. فبريسن جيرمان بيعمل اللي هو عايزه. وطبيعة اللعيب البرازيلي انه هو دايما دايما ما بيقدمش كل حاجة ودايما عنده رعونة. هو دي طبعا كل اللعيب البرازيليين فإما لم يكن متواجدة الادارة اللي تقدر تحجمهم. مش هنشوف ده يعني في حاجة في قصة مشهورة جدا عن نيمار اللي هو بيجي في شارف عاية كده في السنة. لازم يتصاب علشان يسافر بعيد بلاد اخته يعني ده 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 حاجة وشهورة جدا. فما شفناش كده يعني دي ما حاجة بتعصلك في العالم. حتى لسه الإسباب اللي فات كان هو بقى يعني بعض الناس هجمت نيمار على موضوع على السوشيال ميديا. انه هو بيخرج كتير وانت عارف زي اللعيب البرازيليا دايما عندها الجزئية دي مش ملتزمين أو زي الأوروبيين. فهو طلع كمان رد قال اه انا بخرج بس لما يكون عندي تمرين الصبح ما بخرجش يعني. لسه فيه قلق شوية في اللايف ستايل بتاعه نجم كبير زي نيمار يعني. نيمار لما راح باريس ان جيرمان خسر ان هو يكون احد اساطير اللعبة. نيمار لما راح باريس ان جيرمان كسب فلوس كتير جدا. وكسب فعلا ان هو خرج من ظل ميسي وان هو كان نجم الفريق الاوحد لحد ما مبابيه جيه. وبقى فعلا مبابيه مؤثر مع باريس ان جيرمان بشكل اكبر. ولكن خسر كل الامال في التطور وان هو يكون بنشوفه زي رونالدينيو. او هو على المستوى المهاري مفيش مكرنة لنيمار مع اي حد تاني. لكن خسر ان هو يكون واحد يكتب اسمه في تاريخ كرط بقدم من بطلات وسجل تهديه فيه. يعني ميسي لو قاعدوا لعب بشكل مستمر هاعدل اهداف لنيمار جابها مع عبداليس ان جيرمان. وليبسيك من خلال كمان وجود عمر معنا ان نتعرف على هذه الارقام. والنقشة بشكل يمكن تحليلي اكتر. طبعا الاتنين اتنين المباراة الفرص طبعا كانت لصالح ليبسيك. عشر فرص قدر يحرز منها هدفين. مقابل سبع فرص لباريس ان جيرمان احرز منها هدفين. حتى الاهداف المتوقع عمر كانت لصالح ليبسيك 2.7 مقابل 1.8. نسبة الاستحواز 50.50. التمريرات الصحيحة تقريبا واحدة بنسبة 85 ليبسيك 84 باريس سان جيرمان. التصويبات على المرمة 17 تصويبات لليبسيك مقابل 7 تصويبات فقط لباريس سان جيرمان. الكرات العرضية 11 ليبسيك 5 باريس سان جيرمان. العرضيات او الركنيات 4.4. فعايز اقولك كمان يا عمر ان الارقام حتى اللي ما شاكش المباراة يقول لا. المباراة كانت في صالح ليبسيك مقلال الارقام يعني. لما تتكلم على 17 تصويبات ما بينهم 6 ما بين القاوم العرضة. ده الرقم كبير جدا. الاستحواز مش هو دلوقتي الأمر الحاسم في نتيجة المباراة. لكن ليبسيك قد مباراة رائعة على مستوى الفني. يعني هنا في حاجتين سواء الفرص الصحيحة والفرص اللي رايحة للتسجيل يعني. لما بريستين جرمان بقوة التشكيلة اللي موجودة فيه دي. تشكيلة عجومية كمان. وفي الآخر يعملوا سبع فرص على المرمى. اعتقد ان برشلونة بالفريق الفاضي اللي عنده عمل فرص اكتر من كده بكتير. وفريق برضو يعني بسبب برضو الفردية وعدم التوظيف. السبع يعني سبع تزديدات على المرمى. منهم اربعة بين العرضة والخشب. يعني دي برضو يعني. على مستوى الجومي مقارنة بالأسماء الموجودة. بالزبط يعني. حصائية ضعيفة جدا. انت عندك ثلاثة يعني دمارية. سواء مبابي النمار. من احسن ثلاثة ممكن يسددوا فعلا على المرمى يعني. لكن نشوف سبع تزديدات بس ضعيفة جدا. يعني الناحية الثانية 17 تزديدة على المرمى. دي معناه فيه تنوع لعب عند لا يبزك عن باريس سان جرمان. فيه امكانية للوصول للمرمى عند لا يبزك اكتر من باريس سان جرمان. صحيح. ويمكن على مستوى الادارة الفنية كمان بوكوتينيو. بوكوتينيو ما كانش سعيد بصراحة بعد المباراة بالنتيجة. ما كانش سعيد بالاداء. طبعا باريس سان جرمان يمكن زي ما بقول لحضراتك. وبعد يعني دخول مثل لباريس سان جرمان. ووجود نيمار ومبابي وديمارية. وطبعا تياج السيل. أبدأ تكلم على من أفضل الفرق على مستوى العالم. ولكن لغاية دلوقتي حاليا على مستوى التشاملزليج. مش أفضل الفرق. مش أفضل الفرق المرشحة للحصول على التشاملزليج من خلال الأداء. لكن زي ما بقول لحضراتك بوكوتينيو. آه مدرب كبير. ولكن هنشوف الأيام اللي جاية هتكون فيها إيه مع باريس سان جرمان على مستوى التشاملزليج. شرع الرياضي متخوف من جالاكتيكوس جديد. آه فعلا. مزبوط. إنه هو مكون كل نجوم العالم. صحيح. وفي الآخر زيره بطلال. ما برضو خلي بالك هي معادلة صعبة جدا. إنه يكون عندك. يعني بنتكلم على سبيل المثال. وتكلمنا على أتليتكو مادريد. ما عندهش كم من نجوم دول. لكن دايما سيموني عنده وقوة الفريق هو في الجماعية. سيموني أقوى من كل العيبة أتليتكو مادريد. سيموني عنده كل البدائل والخيارات متاحة على دكة البودلاء. لا أنا كمانا بتكلم على طريقة اللعب. طريقة اللعب. والريدي فعلا عنده طريقة لعب سابتة. صحيح. وعنده الخيارات الفنية اللي بيعمل عليها طريقة اللعب. وبيتعقد مع الصفقات اللي تخدم طريقة لعبه. مش بيتعقد مع صفقات النجومه بس. يعني هو فعلا هل تعاقد يمكن مع نجوم كبار. ودي زي ما أقول لحضراتكم معادلة صعبة جدا. آه. هنكون عندك نجوم كبيرة جدا. ونجوم كتيرة في الفريق ده شيء جيد. ولكن نكتوظف هؤلاء النجوم لصالح الفريق. يمكن هو ده الأمر الصعب اللي بيكوتينيو. يمكن نتكلم عليه خلال المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع لايبسيج. نشوفه ونرجع مع حضراتكم. يقصفنا تكبد هدف في فترة متأخرة. سنحت لنا فرص تسجيل المزيد من الأهداف. خاصة في الشوط الثاني. وإنهاء المباراة. وهذا سبب إحساسي بالإحباط. لم يتغير الوضع. لا يزال هدفنا التأهل إلى دور الستة عشر. لكننا نفضل تصدر المجموعة. إلا أن علينا اللعب بهدف التأهل. واحتلال المركز الأول. ما تغيره أننا كنا في المركز الأول. وكان مانشستر سيتي في المركز الثاني. ونحن ثانياً. كوتينيو طبعاً محبط وحزين. وكما يقول وانت تبعت. هو ليس الغرض أن نصل إلى دور الستة عشر. ده مطالب أنه يوصل للمباراة النهاية. ويحصل على البطولة. ويمكن يتكلم عن نقطة ديت. ونقطة أنه خلق فرص. لكن ما قدرش يسجل منها بشكل كبير. رغم كوكبة النجوم اللي عنده. ما هو بالنسبة لبوكاتينيو. أي حاجة بخلاف لقب كأس دوري أبطال أوروبا. هو فشل. أنت جاي بميسي وجدتلعوا يلوثوا في المؤتمر الصحفي أنا جاي علشان عندي هدف ان انا أكسب دوري أبطال الأوروباء مع باريس سنجرمان جاي بن مارو ويجيطلعوا يلوثوا في المؤتمر ihren أنا موجود في باريس دوري أبطال أوروباء ناصر اللي خليف رئيسنا36 ب єدف الأول والأخير أن انا اكسب دوري أبطال أوروباء وجمع المجموعة دي كلها واعتقد ان في الشتئة المثلوبة فيå هداية يناير ممكن يكون فيه صفقة كمان لباريس سنجرمان على المستوى الدفاعي لأن سيرجي راموس عنده المستوى البدنة بتاعه مش هاهله أنه يكون موجود في التشكيلة فكل الإمكانيات فعلا كان فيه بعض الرومورس كده قال أنهم هيلغوا أو التعاقد براموس هيتلغم بأخلاقيات إدارة باريس سنجرمان فصعب جدا يلغي عقد واحد زي سيرجي راموس يعني أسطورة من أساطير اللعبة وإن كان حتى لو مش هستمر في الفريق وحتى لو مش هيدي الفريق بس صعب أنه يمشيه ولكن فعلا الراموس على المستوى البدنة محتاج كتير قوي عشان يرجع كبر السن والأداء وأنه بقله كتير فترة كبيرة ما بلعبش كل دي حاجات أثرت عليه فأي حاجة زي ما بكوتينو بقول كده أنا مش بس مطالب أن أنا أروح دورة 16 هو فعلا أي حاجة غير لقب البطولة هو فشل صحيح على مستوى طبعا نادي كبير كمان بنكلم على المان سيتي أمام كلاب بروش مباراة رائعة يمكن بيب جارديولا طبعا بعد الهزيمة في البريميال ليج كان لازم يرجع بقوة ويرجع أمام فريق لا بقى سبيه كلاب بروش كان عامل نتائج جيدة على مستوى الشامل ليج شفت المباراة زي الحين جارديولا بيزبط في دورة أبطال أوروبا أنه زي ما وضعت الكلام أنه مركز بشكل تام على دورة أبطال أوروبا حتى في المباراة الوحيدة اللي خسرها ضد باريسين جيرمان كان هو اللي مسيطر وكان وانسايد جيم لولان واحد فيه فروق فردية زي ميسي قدرت أنه يتخلص الماتش أعتقد أن جارديولا في دورة أبطال أوروبا وتقلق محرس تحديدا في دورة أبطال أوروبا ويشكل فارق نوع مع جارديولا وأعتقد أنه على المستوى النفسي كمين بيوصل للعيبة أنه عنده البطولة دي ما فيهاش خطأ الخطأ بيسوي أن أنت تقعد على الدكة الخطأ مش بيسوي أن ممكن تلعب وممكن تأخذ فرصة تانية وده اللي شفناه في كل المباريات اللي فاتت وفي كل الجوالات اللي فاتت حتى دايماً بيكسب فرق أهداف كبير خمسة أربعة شفناه مسيطر بشكل تام يعني شفنا باريسينجيرمان اتعادل مع كلاب روج في أول جولة لكن جارديولا كسب كلاب روج رايح جاي قدر يفوز على لابزك بخمسة وكسب كلاب روج جارديولا تقريباً جيب له حوالي 15 جون أو 14 جون في أول ثلاث جوالات يعني بيوصل رسالة أنه هو أنا جاي علشان البطولة دي صحيح صحيح بيب جارديولا كمان على مستوى التحضير للدرب الكبير أكيد المباراة اللي جاية أمام على مستوى البريمين ليج أمام المان يونايتد كان لها أطر إيجابي في تفوق فريق المان سيتي على كلوب روج العنيد بربعية مقابل هدف نشوف بيب جارديولا قال إيه في المؤتمر الصحفي بعد الفوز الكبير على كلوب روج أربعة واحد لا نحتاج لتلقي المساعدة لا نحتاج للمساعدة بل علينا إنجاز هدفنا بأنفسنا ظللت أقول للعبين طيلة الثلاث أو أربع سنوات الماضية علينا أن نؤدي مهمتنا بأنفسنا لأن هذا رائع ولذلك فإن هذه الست نقاط التي كسبناها من كلوب روج هامة جدا إذا أصبحنا على مبعدة خطوة من التأهل نلعب مباراة لكرة القدم أردنا الفوز لكننا خسرنا المباراة ضد كريستال بالاس نستحق ذلك لأنهم كانوا أفضل منا أقول إننا فزنا من قبل باللقب بمئة نقطة وبثمان وتسعين نقطة وحدثت تفاصيل بسيطة في كل الألقاب التي فزنا فيها حققنا المهمة كنت في ناد آخر وأعرف ما يعنيها أن يكون هناك تسلسل هرمي أنا سعيد جدا بما حققناه سويا في آخر خمس أو ست سنوات لأننا كنا سويا طيلة الوقت يرجع لأنفسنا كل الفضل فيما قمنا به وأنا أعرف تماما ما أقوله يمكن بيبجارد يقول عمر باين عليه شوية عصبية وبيقول أنا مش محتاج مساعدة من حد وبتكلم بصفة قاصة كمان على أحوال الفريق خلال السنين اللي فاتت وأنه بيقول أنا كسبت الدوري ألو بريمير ليج وأنا عندي وصلت للنقطة رقم 100 وبتكلم على مشواره الطويل مع المان سيتي ولكن يبقى الفوز بالشامل ليج أيضا هو الهدف يمكن الأكبر لبيبجارديولا هذا العام أو هذا السيزون موف بذات الأرعى بتاع الدور المجموعات أتحس أن الويفا كده بتعمل حاجات غريبة يعني أنت لا تتخيل يعني كل الناس رايحة على منشستر سيتيو على بريسن جيرمان فالويفا توقعهم في مجموعة مع بعض يعني فعلا هم الاتنين دول هم المرشحين الأوائل أن هم اللي ياخدوا اللقب وهم اللي فعلا جارديولا لو مقادش اللقب هيفضل عايش في ظل ميسي وأنه ما قدرش ياخد دور أبطال أوروبا غير مع تشافي يونيستا وميسي وراحل بايرن وما قدرش ياخد معهم دور أبطال أوروبا برغم أنه خد معهم الدوري أربع مواسم وخد كل البطولات الممكن يفوزها خد الدوري الإنجليزي أصعب دوريات العالم مسلمين على التوالي وخدوا بمئة نقطة وكان أبعد منافس لي والأرب منافس لي كان فرق 15 نقطة قبل ما يخلص الدوري الإنجليزي بسبع جوالات ما بنشوفش ده في الدوري الإنجليزي الرجل عمل كل حاجة في الكورة لكن فعلا واقف أصاده موضوع دوري أبطال أوروبا وفعلا وجود جيل عظيم زي تشافي وإنيستا وميسي والمجموعة اللي موجودة وبيول وفيكتور فالدز ودانيل ألفج يعني فعلا جوارديولا متحمس ومتعطش أنه هياخد البطولة مع ناس مختلفة عن دول لأن دول اللي سطروا تاريخ جوارديولا ولكن جوارديولا عايزة سطر سطر جديد في التاريخ وانا بقولك عمر الموضوع مش سهل كمان على مستوى جوارديولا وعلى مستوى بوكتشينيو المدير الفاني باريستان جيمان لأن كمان في عمالقة دلوقتي بنتكلمه حنيجي لأرقام باير ميونيك بنتكلم على ليفر بول والعلامة الكاملة بنتكلم على ليوفينتوس كمان القادم بقوة للشامزليج رغم يمكن تأخره شوية في السيريا لكن تعال نشوف المجموعة التي تكلمت عليها ويمكن مجموعة قوية جدا نشوف ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الرابعة زي ما بنقول مجموعة قوية جدا 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 طبعا في المرتبة الأولى المان سيتي بتسعة نقاط والمركز الثاني البي اس جي بثمان نقاط المركز الثالث كلوب بروش البلجيكي بأربع نقاط والمركز الرابع لايبسيج في المرتبة الرابعة بنقطة واحدة. شايف ترتيب منطقي لغاية دلوقتي يا عمر ولا ممكن هذا الترتيب يتغير خلال الجودتين الجاي. لسه في مطش الأخير بتاع باريس انجرمان ومنشيستر سيتيا هو يحدد من صدارة المجموعة عشان صدارة المجموعة دي اللي هيخد المركز الثاني ده فيه مصيبة برضه. ما هو تخيل أن أنت لما تاخد المركز الثاني هتروح تلعب صدارة المجميع الثانية. يعني باريس انجرمان لو طلع في المركز الثاني. واعتقد هتبقى فيه قرعة في دور 16. في قرعة في دور 16 وفي قرعة في دور الثمانية. فهو لما يطلع مركز الثاني هيلاعب المركز الأول من المجميع الثانية والفرق الغير فرنسية. فهيقابل بقى يعني في ريال مدريد في ريال بول. وفي دور بوتس الأوائل بيكون في بوتس والتواني في بوتس وبالتالي انت وار جدا لو طلعت الثاني هتقابل أول واحدة. هتقابل فريق كبير. فريق كبير. فالمباراة اللي هتكون الأخيرة ما بين منشستر سيتيو باريس سينجرمان دي هتحدد حاجات كتير جدا. وكلاب بروش وليبزيك هو صراع على اليورو بليل. لكن لكن يعني كلاب بروش عرف ياخد أربع نقطة من مواجهات صعبة جدا وقدر يكسب ليبزيك. فدي حاجة أعتقد ليل. في خد مقطة من باريس سينجرمان وخد ثلاثة من لابن. صحيح. بالضبط طيب يروح للمجموعة الثانية واللي كان طبعا فيها بيتقلق محمد صلاح. ومباراة ليبر بول أمام أتليتك ومدريل. شفت المباراة سهلت على ليبر بول من بداية الشوت يعني وانت بتتفرق كده وأول نص ساعة هاتنين سفر. يعني يعني دخلت كتبت حاجة على التويتر كده قلت ان يعني انت لو ما قدرتش تمسك نفسك فأول تلت ساعة قدام ليبر بول هتقرب سكور يعني. بالضبط. يعني شفنا ماتش منشستر رونايتد أول تلت ساعة ولا أول خمس عشرين دقيقة ثلاثة سفر ماتش أتليتك ومدريد أول تلت ساعة تلين سفر. ماتش أتليتك ومدريد في مباراة الزهاب أول تلت ساعة تلين سفر. لكن سميوني قدر يرجع للماتش شوية وشوفنا ماتش من أمت على الماتشات في البطولة حتى الآن. فأتليتك فليفربول فريق فعلا فأول تلت ساعة وما قدرتش ان انت تتحكم الملعب وتمسب كرة عليهم وتقف المفاتيح لعبهم وتحجم محمد صلاح ان هو يروح على الوينج وتحجم فابينو ان هو يطلع بالكرة وتحجم كيتا فعلا هيخلق لك مشاكل كبيرة في ظهر المدافعين وهتوصل في الآخر ان انت ممكن تاخد سكور بكل سهولة هو طبعا من خلال رؤيتنا بنتبع طبعا أتليتك ومدريد بطل النسخة الماضية من الليجة الأسبانية كان دايما فريق غلس بلغة الكرة كده فريق صعب تجيب في جون لكن على مستوى ليفربول ده بيدل ان ليفربول عنده مدرب أكتر من رائع وعنده لعيبة بتنفس بشكل هجومي أكتر من رائع انك تجيب هدفين في أول نص ساعة كمان الكلام ده حصل في المباراة اللي كانت فيه في مدريد فده شيء أكتر من رائع الجزء كمان اللي خارج الملعب المطير للجدل دائما عدم مصافحة سيموني جاني يورغن كلوب يمكن ده مطير في المباراة الأولى سيموني عقلية أرجنتونية باحت اللي هو يعني أنا طلعت من المباراة الأولى مطرود مني واحد وعليا ضرب الجزاء والليا ضرب الجزاء ما تحسبتش ما تحسبتش فهو الخصم بالنسبة له بقى يرجي الكلوب بقى مزحة يعني فهو يعني سيموني وبعدين سيموني محب الكرة القدم ومحب للفوز بغض النظر عن عن البق الكرة اللي هي الجميلة والأداء المشرف هو بيحب يكسب وبيحب اللعيبة اللي هو بدل اللعيبة عملت مجهود لازم تكسب وفعلا هو في المباراة الأولانية اضطرد منه لعيب وفي المباراة التانية اضطرد منه لعيب نفس السيناريو نفس السيناريو قريب جدا بس في المباراة التانية هو خرج عن تركيزه من أول ما اضطرد منه لعيب لأنه شفناه ما عملش تغييرات في المباراة غير في الشوت التاني وكان فعلا جابهة اللعيب ده كانت خطر جداً اللي اضطرد في لبي كانت خطر جداً وقدر يعني لو أي مدرب تاني غير يارجن كلوب كان استغلها وفرر والسكور بقى أكبر بكتير جداً لكن هو يارجن كلوب ثبت التشكيل وحتى نفس الوضع وبسبب أن سيميوني عايز يرجع للمطش تاني فما عملش ولا تغيير حتى تغييرات اللي عملها بعد كده ما كانتش منصفة بالنسباله عكس المرة الأولانية لما كان معد سواريز ونزله وكوريا ونزل وشواه فليكس يعني كان عنده العناصر اللي يقدر يكسب بيها يارجن كلوب اللي يقدر يكسب بيها المباراة طبعاً يارجن كلوب كمان مدير فني أكثر مراعب من أفضل مدربين على مستوى العالم حالياً بدون جدال كمان عن وقعة عدم أنه سيميوني ما سلمش عليه حتى في المباراة التانية يمكن كان ليه تصريح ظريف جداً ومحترم جداً هو قال يعني يوجن كلوب بيقول أنا كمان مش من الشخصيات اللي بتحب أنها نسلم بعد المباراة ولكن أنا عارف أن سيميوني ما عندوش هذه النقطة وبالتالي أنا مش منزعي خالص من عدم يعني مصافحتي بعد المباراة وده لا يقلل أبداً من احترامي لسيميوني طبعاً تصريح من مدرب كبير مدرب محترم كمان على مستوى يعني المؤتمر الصحفي بعد الفوز الكبير على أتلتكو مدريد اتنين سيفنا نشوف يورغن كلوب قال إيه كان بوسع هذه المباراة أن تنتهي بشكل أفضل مما انتهت عليه يمكن ذلك لو لم يجبر ثرمينيو على الخروج بعد تكبوده إصابة في الأوتار كان هذا سيكون وضعاً أفضل لكننا وبصفة عامة قدمنا أداءاً جيداً كانت مبارياتنا مذهلة في دور المجموعات ولم أتوقع ما حدث عندما جرت قرعة المجموعة لم أتوقع أن نفوز بأول أربع مباريات والتأهل تحقيق هذا الإنجاز هو أمر متميز أنهينا المهمة لكننا ندرك أن مبارتين تبقيتا لنا في دور المجموعات وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بهما أيضاً لم أعتقد في بادي الأمر أنه يستحق البطاقة الحمراء بل حسبت أنه يستحق البطاقة الصفراء وعندما شاهدت ذلك مرة ثانية رأيت أن قدمه كانت عالية عندما ضرب الساديو ماني إنه قرار نتخذه الحكم وأعتقد أن القانون يقول إن عليه التلويح بالبطاقة الحمراء في هذه الحالة هل نريد خوض مباراة أخرى ضد فريق يلعب بعشرة لاعبين؟ بالطبع لا أعتقد أن فريقنا كان الجانب الأفضل عندما لعبنا ضد 11 لاعبان طبعاً يورغن كلوب رغم الفوز عمر 2-0 لكن هو بيقول أن كان ممكن المباراة تبقى شكلها أفضل من كده هل ده كان بسبب يعني ضعاة الأهداف شوية أنه بيلعب ضد 11 لاعبة والنتيجة تخرج 2-0 كان هو طمعاً في نتيجة أكبر من كده؟ هو لكان لازم يطلع يطمع في نتيجة أكبر من كده يعني خلاص كان أتلتك ومدريد مسلم كل أوراقه على الأرض سيميوني كان خارج تركيزه تماماً في المباراة كان لازم يروح لنتيجة أكبر من كده وكان لازم يكون عنده جرأة أكبر من كده في الملعب لكن ما شفناش ده منه وأنا قلتلك في أول التعليق إنه هو لو أي مدرب غير يورجين كلوب كانت النتيجة راحت لأبعد من كده يعني لو شفنا مثلاً باير ميونيخ في الموقف ده ممكن نكسوه 8 عادية يعني هو عندهم باير ميونيخ عندهم الديقة واحد زي الديقة مية عندهم جون زي خمسة لكن ليفربول حتى في ماتش مانشستر رونيتد كان مانشستر رونيتد خلاص 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 الماتش ماتش مديقة خمسين وهم فضلوا خلاص هديوا وشافوا إن النتيجة كده مرضية تماماً فأيورجين كلوب ما بيحبش يروح لأبعد من كده لكن عندي تعليق على أنه ما بيحبش يسلم بعد الماتش ده بيروح يسلم على اللعبة بيبصوا موحد واحد هو الراجل مؤدب جداً فما حبش يحرق الراجل هو على مستوى طبعاً يورجين كلوب بيحب يسلم على اللعبة والمدرب يروح يسلم على الجمهور كمان لكن على مستوى سيموني كمان أعتقد كان الموقف صعب جداً ويمكن خروج أو طرد لعب أمام فريق كبير بحجم ليفربول أكيد أثر على نتيجة بشيء سلبي لأتليتكو مادريد نروح مع حضراتكم نشوف في سيموني المدير الفني لأتليتكو مادريد قال إيه بعد المباراة أهنق اللاعبين على محافظاتهم على عصاب هادئة ولعبهم بمسؤولية كبيرة في الشوط الثاني أي فريق آخر كان سينهار ويتكبت ستة أهداف دون مقابل بينما حافظنا نحن على تواضعنا وهدوئنا وبحثنا عن طريق العودة للمباراة كان بإمكان لويس سواريز أن يغير الوضع إلا أن هدفه لم يحتسب بسبب التسلل نغادر هنا بعد أن بدلنا طاقتنا القصوى ومسؤوليتنا إصلاح النواقص التي رأيناها أمامنا الآن مبارتين مثيرتين ضد إيسي ميلان وبورتو وبوسع الفرق الثلاثة التأهل يجب على المدرب العمل للارتقاء بمستوى أداء الفريق وأن لا يشغل باله بالتفكير بهذه الأشياء رغم أنها تؤثر على المباريات اللعب بعدد أقل هو أمر صعب وحدث لنا في مباراتنا الأولى والثانية ضد ليفربول كان وضعا قاسيا خاصا في المبارات الأولى لأننا كنا نلعب بصورة جيدة وعلى مقربة من الفوز جعلت البطاقة الحمراء المبارات أكثر صعوبة علينا الآن الكف عن الحديث والعمل للبقاء سويا تعاليك عمر يعني مع اسميوني على مستوى ألك طبعا يعني هو بسوبرت كمان للعيبة بشكل أوب آخر لأنه بيقولك بتلعب بعشر لعبين صعب جدا تعمل مباراة رغم العودة يمكن المباراة اللي قابليها لكن قال الموضوع بقى صعب بالنسبة لنا جدا صعب على المستوى النفسي ويكالب عنه يركز في اللي جاي بالضبط صعب على المستوى النفسي كمان أن اللعيبة كله مطش يضطر المنع واحد ويكون خسران اتنين ويخش فيها جونين من أول المطش أنت في المطش الزاب بتلعب في الواندا مترو بليتان فعندك الجمهور مساعدك الجمهور بيشجعك أنك ترجع للأداء والنتيجة والأداء قبل النتيجة ولكن في الأنفلد ملعب صعب جدا حتى الحكم نفسه خرج عن المطش واللعيبة خرجت عن مطش كان سيميوني وقف على الخط عمالي هديهم أن هما يبطلوا احتكاكات مع لعيبة لفربولو لكن الحكم يعني حوالي 9 انزارات وترضى في مطش ده كتير جدا أولا 8 انزارات ده كتير جدا فعلا على الحكم وهو خرج اللعيبة كناعا على المطش يعني الحكم مقدرش حتى يدير المطش بشكل كويس لأن الأنفلد يعني ملعب صعب جدا أن انت تقدر تتأقلم فيه وأن انت تقدر ترجع فيه برشلونة خسر بعد ما كسبان 3-0 خسر أربعة في الأنفلد ودي كانت كارسة صحيح أكيد نتكلم على محمد صلاح محمد صلاح يعني زي ما بقول يمكن في الإنترو كمان مرشح لجائزة أفضل لاعب الشهر شهر أكتوبر على مستوى البريميليج رغم أن محمد صلاح ما سجلش يمكن آخر مباراتين لكن يبقى محمد صلاح القوة الضريبة فيه طبعا فيه خطة وفيه خط هجوم ييجون كلوب ما فيه شك يعني يعني محمد صلاح أول مرة ما يشاركش في هدف مع ليفربول من أغسطس لما كان بيلعب ضد بيرنلي وده رقم كبير جدا تاني مرة ما يسجلش ولكن المطش اللي فات عمل أسست لديجوش جدا محمد صلاح كان فاضله هدف ويعادل رقم ستيفن جيرد اللي هو إسطورة ليفربول صحيح في دولي أبطال أوروبا عايزين نتكلم عن محمد صلاح بشكل مختلف شوية كل الناس بتقول إن محمد صلاح حلو فعلا محمد صلاح ما بقيناش نقدر بالنسبة لأنا طبعا مش بالنسبة حضراتك حضراتك كنت بحترف كبير يعني طبعا محمد محمد صلاح تانية بصراحة يعني ما بقيناش نقدر نمدح فيه ونجيب كاتب التاريخ ويسطر سطر جديد ونقول إنه هو إزاي أجمد لعيب في الدنيا وبتاع حتى توريس مبارح تقول إنه أقل صلاح حاليا أفضل لعيب في العالم لكن عايزين نتكلم مش محمد صلاح حلو عايزين نتكلم محمد صلاح كويس أو وصل اللي هو فيه ده إزاي طبعا خليني أقول لك إن صحيفة زا أسليتيك عملت تلات دراسات عن محمد صلاح أولهم بتقول إن محمد صلاح هو أكتر لعيب من 2017 لحد النهاردة حتى نفسه في مواقف هجومية صح يقدر يخلق منها فرص لنفسه سانحة للتسجيل أكتر لعيب على مستوى العالم العالم على مستوى العالم كله وده طبعا يعني يدل على مدى ثبات محمد صلاح في المستوى خليني نقول إزاي محمد صلاح حتطور للمدى ده محمد صلاح في مجلة مع سبورتس إليستريت عمل حوار في 2018 فكان السؤال إنت إزاي وصلت للمستوى ده بعد ما راح من ليفربول من روما ليفربول في 2017 قال لهم أول حد أجل أتليتك قدامنا هو طبعا اللي في تكلم على صلاح وإزاي إن محمد صلاح قدر يوصل لهذا الإنجاز اللي بيعمله ومواقف الليجومية اللي بيخلقها والأهداف اللي بيحرزها فكان رجو إيه أول سبب كابتن هو لما راح لوتشانوس بالتي المدير الفني لفريق روما ساعتها في وقتها وقال له أنا عندي مشكلة في الفنش عندي مشكلة في تسجيل الأهداف بعد ما كون الفرصة خلاص موجودة بدأ لوتشانوس بالتي بيقعد معايا ساعة بعد كل تدريبة يدربوا على تسديد الأهداف على تسديد الكورة نهاية الهجم فابتدى محمد صلاح يتطور على المستوى ده تاني حاجة وهو دارسي نورمان المدرب اللياقة والأداء في روما دارسي نورمان اشتغل مع محمد صلاح على ثلاث حاجات أولهم زيادة التركيز تاني حاجة الهدوء ثلاث حاجة تنظيم التنفس دارسي نورمان بيقول إن محمد صلاح كان وهو رايح ممكن يقطع مشوار كبير فالتنفس عنده ما بيكونش مظبوط والتركيز ما بيكونش كويس جدا لأنه قطع مشوار كبير آآ بلغة الكورة كده عبال مواصل كان تعب قوي بدن يفنش كويس بالزبط فبيقولك أهم حاجة هو النفس اللي ممكن تاخده قبل التسديد فده ما بيكونش عنده تنظيم نفس فبدأ يشتغل معه على كده بدأ يشتغل معه تمرين سباحة طويلة فيقدر ياخد فيها تنظيم النفس في الكرول حضر الكاكيد عارف بدأ معه إنه هو يلعب يوجا فبدأ عنده تركيز أكبر وهدوء أكبر وكمان بدأ معه إنه هو يعليله المستوى البدني والأداء البدني بتاعه شوفنا محمد صلاح أول مراحل فربول هيكله الجسماني عضليا مختلف تماما عن أول مراحل روما عن أول مراحل فربول ثالث حاجة وهو جيمي بوبان جيمي بوبان ده جي عن طريق رامي عباس اللي هو وكيل محمد صلاح الكولومبي جيمي بوبان لعيب وسط ملعب ومهاجم كولومبي بوبان اشتغل مع صلاح على حاجات معينة برضو وهي إن كان بيشوف إن صلاح بيقعد فترة يعني بيجري بالكورة فترة طويلة جدا قبل ما بيسجل فبتدى يشتغل معا إنه هو يكون موجود في حتة ديقة علشان ما يجريك بالكورة ده بوبان يشتغل مع محمد صلاح الموضوع مش على مستوى المدرب لكن فضل كاملين فهنا فنرجع نقول إن محمد صلاح حواليه كونسولتو محمد صلاح فيه ناس كتير جداً معترضة أو بيشايفة إن وكيل الأعمال ده كان مجرد واحد بيجيب فلوس أو واحد تاني بيجيب إعلانات أو واحد بيتفاوض مع إدارات الأندية يعني نشوف مثلاً تصريح لمحمد صلاح طلع من فترة قال فيه أنا نفسي أكمل مع ليفربول لحد ما أنهي مسارتي ولكن دي حاجة مش في إيدي دلوقتي ده طبعاً أول إشارات رومي عباس لإدارة ليفربول إن إحنا خلاص إحنا عايزين نجدد ولكن عندنا شروط لازم تحصل هنا ده زكاء الكنسولتو اللي حوالين محمد صلاح وإمتى محمد صلاح يطلع يتكلم تايمينج ده مهم جداً ويقول إيه ويقول إيه ويقول إزاي ويكلم الجماهير إزاي ويكلم مع الإدارة إزاي هو ده الكنسولتو اللي حوالين محمد صلاح محمد صلاح قدر وطبعاً كان فيه يعني تحليل فيسيولوجي ونفسي لمحمد صلاح وهو إزاي قابل مشاكل كبيرة جداً مع ساديو مانيه وقابل مشاكل من طريقة نقل العيشة من روما لليفربول وكل ده وصل لها بأنه هو قدر يتعامل على المستوى النفسي من خلال الكنسولتو اللي اتعامل عليه علشان يوصل لده علشان كده عندنا لعيب كبير صحيح عندي خبر حصري كده عن النادي الأهلي ينفع أقوله ها طبعاً النادي الأهلي بيقعد النهاردة أو مبارح مع شركة فعلاً علشان دراسة الأحوال النفسية أو السلوك النفسي للعبين وحضرتك عارف ده علشان يساعدهم في التطور النفسي أكتر ده جزء مهم جداً خلي بالك عمر روانا كنت موجود في ألمانيا كان موجود الجزئية دي بشكل يمكن دلوقتي تطور شوية لكن كان موجود لما يكون اللعيب عنده مشكلة أولاً بيكون على طول بيروح لهذا المسؤول أو زي ما بنقول الدكتور النفسي عشان يحكيله عندي مشكلة كذا كذا فبيبدأ يحلهله بعيداً أو بما يتناسب مع دوره في الملعب أو دوره في التدريب فده مهم جداً وأنا كمان بأكد على كلام عمر أن محمد صلاح التطوير الكبير اللي حصل لمحمد صلاح زي ما بقول لحضراتكو مش على مستوى التدريب بس أو على مستوى أنه بيروح تدريب وبيأدي لكن على مستوى أنه اشتغل على نفسه ده مهم جداً محمد صلاح اشتغل على نفسه في كل جزئية زي ما قال عمر على المستوى النفسي اشتغل كويس قوي على مستوى السلبيات اللي كانت عنده كملها بشكل أكثر من رائع وكل ده من خلال كل واحد في تخصص معين كل واحد بيشتغل تخصص معين محمد صلاح عنده مشكلة أنه لما بيوصل بيكون عنده توطر عشان نفسه روح لا يبقى فيه واحد يشتغل على النقطة ديد محمد صلاح النواحي النفسية وشفته في وقت من الأوقات كان محمد صلاح بيمارس اليوجا ده كان جزء برنامج محطوط لمحمد صلاح علشان يكون عنده هدوء جوة 18 وشفنا ده من خلال الأهداف اللي احرزها مؤخراً قدي محمد صلاح كان عنده هدوء في الأعصاب وعنده ثقة كبيرة جداً جداً في نفسه عشان يحرز الأهداف دي يعني بتكلم على محمد صلاح أنه شغال بالشكل احترافي أكثر من رائع لكن طبعاً يعني خلينا نرجع تاني لأن محمد صلاح وتكلمنا عليه عايزة حلقات كبيرة أو طويلة جداً لكن تعالوا نشوف ترتيب المجموعة الثانية وصل لإيه طبعاً ليبربول وأتليتكو مادريد هما يعني في الأول والثاني لكن نشوف ترتيب المجموعة مع حضراتكم ليبربول بالعلامة الكاملة 12 نقطة 12 نقطة طبعاً بورتو في المركز الثاني بخمس نقاط أتليتكو مادريد في المركز الثالث أربع نقاط ميلاً في المرتبة الأخيرة بنقطة فيه مفاجأة طبعاً على من خلال الترتيب عمر وجود أتليتكو مادريد في المركز الثالث يعني بورتو قدر ياخد المركز الثاني من أتليتكو مادريد ولسه فاضله ماطشين مع ليبربولو مع أتليتكو مادريد أعتقد أنه سيكون فيه صعوبة جدا المجموعة لن تحسن الآن المجموعة لن تحسن في الجولة الأخيرة لأن أتلتكو مادريد حتى فضله مطش مع بورته ومطش مع ميلا وغالبا المطش اللي مع ميلا ده في السن سيرو وده اللي يتكلم عليه سيموني المدير الفني لأتلتكو قال كل التركيز فيه خلال الفترة جاء على المباراتين طبعا مهمين جدا جدا بالنسبة لأتلتك مادريد للصعود لدور 16 لسه مع حضراتكو والجولة الرابعة بالتشاملز ليج نتباحة لكن بعد الفصل أهلا بحضراتكو مرة تانية عمر عايزين نتكلم على المجموعة الثالثة المجموعة الثالثة يمكن مع طبعا وصول الجولة الرابعة أعتقد فيه مفجأة طبعا بروسيا دورتموند الألماني اللي كان مرشح طبعا للوصول مع آيكس خسارة 3-1 من آيكس ومباراة أعتقد كانت مباراة كبيرة جدا وفجأة كبيرة جدا في هذه المجموعة المجموعة الثالثة كمان دورتموند بعد ما كان متقدم على آيكس واحد صفر واحد صفر رجع بالنتيجة وخسر زهابا وإيابا من آيكس في آيكس تصدر المجموعة عبما مركزه كأول في المجموعة بروسيا دورتموند الحقيقة بيعيش موقف مش سهل تماما لأن المجموعة أصلا صعبة يعني آيكس ومستردام بروسيا دورتموند سبورت انجليش بونا عندها 6 points سبورت انجليش بونا كمان اللي صعبت الأمور على دورتموند الدولة اللي فاتت فوزها 4-0 على بشكتاش التوركي خلت موقف بروسيا دورتموند صعب جدا سبورت انجليش بونا لسه عنده ماتش مع بروسيا دورتموند لسه عنده ماتش مع آيكس اعتقد ان هو يعني دورتموند اقرب ان هو يتأهل في المركز التاني ولكن المرضود الفني اللي شفناه من آيكس طول المباراة زهابا اويابا اعتقد ان هو تفوق في كل الفروق سواء فردية او فنية او تيكتيكية على دورتموند ما فيش شكل كمان دلوقتي آيكس من يمكن من هم اربع فرق اللي يمكن ضمنوا ضمنوا التأهل لدورس الستاشر ومنهم آيكس بالعلامة الكاملة اربع مباراة اتناشر نقطة لكن خلينا اتكلم خاصة يمكن المباراة بتاعة آيكس ودورتموند والعودة بعد الخسارة واحد سفر بيعود تاني فريق آيكس فريق مميز جدا يا عمر وعنده متوسط الاعمار لا يتجاوز الاربع وعشرين سنة فريق بيقدم كرة جمية بشكل اكتر من رائع هل شايف حزوز آيكس ممكن تكون الوصول لأبعد نقطة في الشاملز ليج ولا الشاملز ليج طبعا في عمليقة زي الشلسي وزي ليفر بول شايف آيكس ازاي في هذه المجموعة آيكس بيمتلك مدير فني كل الأندية في أوروبا بتتهافت عليه وبالرغم من ذلك هو مستمر مع آيكس بالأداء الجمالي اللي بيقدمه ولكن آيكس يعني خلينا نشوف نقول ان احنا السيمي فاينال اللي وصلوله من حوالي موسمين ده ده صعب جدا انه هو يوصله تاني بالشكل اللي موجود للفرق الكبيرة اللي موجودة دلوقتي زي باير مينخ وباريسين جيرمان ومانشستر سيتي فيه شي فرق كبيرة موجودة في المانشستر نايتت حتى فيها ريال يعني ممكن نشوف آيكس اف دور الستاشر في دور التمانية لكن نشوف انه هو يعيد انجاز من ثلاث سنين ويوصل لنص النهائي لا ده اعتقد انه صعب جدا طيب تعالوا برضو نشوف ترتيب المجموعة لو جاهز معنا برضو نشوف لانه زي ما بقول يعني بروسيا دورتموند كان من الناس المرشحة والفرق الأكيد المرشحة للوصول لدور الستاشر لكن ترتيب المجموعة طبعا في المركز الاوز الاول آيكس اف مستردام بالعلامة الكاملة وضمان التأهل لدور الستاشر اربع مبارات اثناشر نقطة دورتموند في المركز الثاني بنفس رصيد سبورت انجليش بونا كل فريق عنده ست نقاط في شكتاش طبعا التركي بدون نقاط وبدون فوز وهزيمة في اربع مباريات البطاقة التانية مشتعلة طبعا انت رأيك ان خبرات بروسيا دورتموند يقدر يحسم البطاقة التانية والصعود لي دور الستاشر اعتقد اعتقد دورتموند هيقدر تفوق على سبورتينج لجبونا اعتقد ان لجبونا حتى هدفه هو اليوروب ليج مش ان هو يكمل في دورة ابطال اوروبا يعني فرق متوسط الجدول دي او فرق يعني اللي بتكون جاية من البرتغال او فرنسا او كده بس اسناع باريس الجرمان بيكون هدفهم اكتر ان هو يروح اليوروب ليج لان ده هيقدر يوصل فيه لمستويات احسن هيقدر يوصل فيه يعني فروف فردية مع اللعيبة ومع الكرة اللي موجودة ويقدر يوصل لسيمي فاينال يوصل لنهائي شفنا يعني سبورتينج لجبونا من سنتين كان في سيمي فاينال اليوروب ليج طيب امر انت زي ما كنت بتتكلم قديم محمد صلاح كلعيب من افضل او افضل لعيب في العالم ازاي كان بيشتغل على نفسه كمان على مستوى المدير الفني على مستوى المدير الفني ما بقاش وبقى للصف اللي شغال مع المدير الفني اعتقد عامل مهم جدا جدا فيه نجاح المدير الفني من العوامل دي لو كلمنا وعارفين كلنا دور مثلا المعد البدني بنتكلم على دور المعد النفسي لكن كمان فيه دور مهم جدا بيقوم بمحلل الاداء محلل الاداء يمكن ناس خلال الخمس سنين اللي فاتوا سمعوا عن محلل الاداء عايزين نعرف هو بيعمل ايه بالزبط هل هو ليه يعني جزء كبير من خطة المدربين هل بيتفاعل مع المدربين بشكل ايجابي ازاي دور المحلل الفني بيكون دور ايجابي جدا جدا يعني في المجموعة او الاسطف للمدير الفني علشان كده خلال سكايب معانا طبعا الاركو الروسي ده طبعا الايطالي هو المحلل الفني للمنتخب الالباني بنرحب بيك معانا على شاشة قناة النادي الاهلي مساء الخير مساء الخير على الجميع ومساء الخير لجماهير النادي الاهلي وشكرا لكم لتوجيه الدعوة وفقرة لزورة على قناة الاهلي طبعا كنت بتكلم في نقطة مهمة جدا هو التحليل الفني دلوقتي زي ما بديتكلم كل المدربين على المستوى الطوب ليفل اكيد عندهم الصف على المستوى البدني على المستوى النفسي لكن كمان على المستوى وتحليل التحليل الفني عايزين نعرف او الناس تعرف بالضبط ايه هو الدور اللي بيقوم بي المحلل الفني لخدمة الفريق وخدمة المدير الفني المحلل الفني هو الشخص الذي يشاهد المباراة ويطابع المباراة عن قرب ويقوم بكتابة كل كبيرة وصغيرة خلال احداث المباراة وهو المسؤول عن جميع الفنيات خلال المباراة ويقوم بطرحها مع المدير الفني خلال الشوطة الاول في الاستراحة وهو ما يمكن تعديل خلال المباراة وهو دور لا يقل اهمية عن دور المدير الفني وقد ترى ان الدورين متشابهين المدير الفني والمحلل الفني التحليل الفني له رؤية خاصة وله عوامل هامة جدا تساعد المدير الفني وتساعد الفريق على النطق وتساعد الفريق على خلق اشياء مفاجئة للخسم وهذا هو دور المحلل الفني ان يبتكر اشياء جديدة وان يبتكر خطط لعب جميع وان يقوم بعرض هذا العمل مع المدير الفني تكلمت على دوره اثناء المباراة انه يتابع المباراة بشكل كبير جدا من خلال وجوده في الملعب وما بين الشوطين بيدي بعض الملحوظات للمدير الفني لتصحيح الاخطاء بشكل او باخر لكن دوره ايه ما قبل المباراة دوره ايه في اعداد الفريق للمباراة اللي جاية من خلال اداء الفني او دراسة الخصم بشكل او باخر الشيء الهام أن المحلل الفني يجب ان يتحدث نفس لغة المدير الفني لان عامل اللغة عامل هام جدا والتواصل مع المدير الفني وهذا الشيء يجب ان يكون في الاعتبار اي نادي يريد ان يتعاكد مع محلل الفني يجب ان تكون نفس اللغة التي يتحدثها المدير الفني من أجل أن يكون هناك استراتيجية ويكون هناك لغة التواصل ويفهمون بعضهم البعض لكن تجهيز المباراة هذا الشيء نهم أشكرك على طرح هذا السؤال بعد كل مباراة نحن نخرج بالعديد الخطة التي قد تم وضعها وقراءة الخسم الآخر ونجلس في غرفة أنا والمدير الفني فقط إذا سمح لي بهذا لأن هناك بعض المديرين الفنيين الذين يرفضون تدخل المحلل الفني والمحلل الفني يكون مفروضا من جانب الإدارة لكن الآن أصبح المدير الفني يتحدث إلينا ويأخذ رأينا باعتبرنا جزء هام من الجهاز الفني لكن التحضير قبل المباراة هو أهم شيء وأهم من خلال المباراة لأن قبل المباراة يجب أن نقرأ الخسم جيدا نضع عيوننا على نقاط القوة ونقاط الضعف يجب أن نضع في الاعتبار إذا كان هناك تغيير الخطة أثناء المباراة واجب أن نكون مستعدين لأي سيناريو عايز أسأله في نقطة مهمة جدا هل من وظائف أو من واجبات المحلل الأداء أو المحلل الفني أنه ممكن يتكلم عن المدرب في وضع خطة معينة يعني نتكلم عن الفورميشن نفسه هل ممكن يطرح على المدير الفني من الأنسب المباراة اللي جاية نلعب بتلاتة أربعة تلاتة أو تغيير طريقة اللعب هل ده وارد فيه خلال منقشته مع المدير الفني داخل الغرفة المغلقة اللي بيتكلم عليها هل ده وارد وهل فيه مديرين فنيين بيسمحوا بده أو بيستجيبوا لده في بداية الأمر أنا أعمل مع أحد أفضل المدربين في العالم مدرب منتخب ألبانيا وهو مدرب شغوف ولدي تاريخ خبير في كرة القدم يجب أن أشكره من خلال قناة الآلي لأن لديه عقلية ومنتلة خاصة يسمح للجميع أن يعطي رأيه ويبدو رأيه لأننا نعمل في منظومة واحدة وعمل واحد النجاح عندما ننجح سننجح سويا وعندما نفشل سنفشل سويا لكن للعودة إلى سؤالك نعم المدير الفني يعطي ري الفرصة أتحدث معه دائما وإذا لم يتحدث معي المدير الفني لماذا أنا يتم جد على الاحتياط جميع الاسطاف يجب أن يتحدث مع المدير الفني ومدير الفني يجب أن يتحدث مع المحلل الفني يتحدث مع الطبيب الخاص باللعبين يتحدث مع الجهاز الفني مع المدرب المساعد لكن أنت تتحدثت بشيء هم وأن هناك بعض المديرين الفنيين يرفضون تدخل المحلل الفني في الموضوع ويرفضون التدخل في الخطة ويصر على إبداء رأيه لكن أنا أعمل مع مدرب رائع يعطي لي الفرصة دائما ونحدث دائما ونضع خطة المباراة ونضع أكثر من سيناريو أنت تتابع البانيا وتابع البانيا المباراة القادمة في وينبلي أمام إنجلترا سوف تشاهد منتخب مختلف نحن الآن المركز الثاني في التصفيات ونستعد لعمل كبير لكن المدرب الفني المدير الفني والمحلل الفني هم نفس الجزء ونفس الوظيفة ويجب أن يتعاونوا فرميامو ألياريكو صحيح يعني فيه سؤال كمان بالنسبة للناس بتسأل يعني المحلل الفني هل بيكون عنده دراسات خاصة يعني بينضم لبعض الأكاديميات أو ضع الدراسات لازم يمر يعني بكورس مكتف لأن تجميع الداتا دي تجميع صعب جدا وطبعا دلوقتي التكنولوجي في كورة القدم أعتقد في مرحلة جيدة جدا بتساعد المدير الفني وتساعد كمان محل الأداء إيه هي الشروط اللي تتوافر أو لازم لها تتوافر في المدير أو يعني المحلل الفني أو المحلل الأداء نتحدث عن إنجلترا باعتبارها أم كرة القدم والأمور كيف تسير في إنجلترا لأن المدير الفني أو المحلل الفني في إنجلترا كثيرة جدا في ألبانيا نفس الكلام ونفس الشيء لكن إذا كنت تريد أن تصبح محلل فني يجب أن لا تشاهد التلفاز يجب أن تذهب إلى ملاعب كرة القدم وتشاهد من قرب تشاهد تحركات جميع المراكز في هذه الأيام كسر عدد المحللين الفنيين وكل من يشاهد مباراة يتحدث عن نفسه كثيرا ويقول أنا محلل ويتحدث في أمور كبيرة هذه دراسة ودراسة كبيرة جدا وتدرس الآن في الأكاديميات ليس شرط أن تأخذ كرسى في هذا الشيء لكن إذا أردت أن تصبح محلل فني عظيم يجب أن تذهب لجميع المباراة درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة يجب أن تشاهد عن قرب يجب أن تسمح لنصائح مديرين فنيين سابقين لأن هؤلاء سيصاعدونك بشكل كبير في عملية النطق كيف تصبح محلل يجب أن تتحدث مع آخر مدير فني للفريق إذا تحدثت عن مباراة إنجلترا القادمة وألبانيا أتحدث مع مدير الفني الألباني وأخذ رأي صحيح آخر سؤال قبل أن نختم معك عايزين نعرف هل من الأفضل يكون لعب كرة سابق ولا هذه المهنة أو هذه الوظيفة المحلل الفني لا يتأثر إذا كان لعب كرة سابق أو ممارسة كرة القدم ليس شرط ليس شرط أن تكون لعب كرة قدم ستصبح محلل فني سابقا وحدثت في ذلك الأمر هي دراسة ودراسة كبيرة وعبارة عن أرقام وإحصائيات ومراكز هناك تكنولوجيا أيضا تتدخل في الموضوع وأجهزة تتدخل في الموضوع في التدريبات نضع بعض الأجهزة في أجساد اللاعبين من أجل أيضا تحليل بعض الأشياء كسرعة اللاعب والإجادة البدني لكن ليس شرط أن تكون لعب كرة قدم كبير تقوم بوظيفة المحلل الفني هو عمل كبير جدا عمل لدي العديد من الشغف والحب الشيء ولذلك أنا أستمتع عندما أقوم بتحليل ذلك الشيء شيء آخر قبل الختام المحلل الفني في المباراة يجب أن لا يتدخل خلال المباراة طبعا جزء مهم جدا لتكلم فيها طبعا وقل له إن شاء الله هنتابع المباراة اللي جاية ألبانيا وإنجلترا ونشوف أداء المنتخب الألباني نتمنى لك كل التوفيق محلل الأداء والمحلل الفني لمنتخب ألبانيا نشكرك شكرا جزيلا لسه هنتواصل مع حضراتكم لسه عندنا مجموعات ومبارات كثيرة جدا كانت في الجولة الرابعة من التشاملز ليج هنتبقى حضراتكم بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية عمر خلينا نروح للمجموعة الستة مجموعة قوية جدا أنت بتتكلم على فرق من العيارة التوقيل بتتكلم على أتالنطا بتتكلم على بياريال المان يونايتد وفيه كلام كتير قوي على المان يونايتد وطبعا يانج بويز السويسري شفت أولا أتالنطا والمان يونايتد إزاي؟ يعني الحقيقة اللي تاني ماتش على تقوية رونالدو لرابع ماتش على تقوية لرابع ماتش اللي عايشه مزا رونالدو يرفع يعني خبر إقالة سولشاير بيكون جاهز على كل المواقع بعد العظيمة لكن رونالدو بأداءه العظيم وبتسجيله الأهداف بيبعد سولشاير عن عن الإقالة يعني شفناه في ماتش زي ماتش توتنهام ده بصراحة أنا قلت على سولشاير أولت على المباراة دي بشكل عام مباراة إقالة أحد المدربين فيها يعني يا إما كان نونو سانتو هيمشي يا إما سولشاير هيمشي والحقيقة هنا كانت الفروق الفردية بس لكريستيانو رونالدو قدر يحط منشستر رونالدو في صدارة المباراة وقدر أنه ياخد الفوز لمنشستر رونالدو وبالتالي نونو سانتو اللي ماشي مع فريق زي توتنهام بيقدم معه مستوى هزيل جدا أكتر فريق ما بيسمعهش فرص في الدورة الإنجليزية يعني فريق قبل الأخير آخر فريق كان نورتش سيتي توتنهام فريق قبل الأخير فنرجع لسولشاير حقيقي غريب في كل حاجة سولشاير غريب في كل حاجة يعني بيلعب يعني لعب بتلاتة بس عندنا مشكلة دايما يعني ليه ما بيلعبش بفاند بيك يعني غريبة جدا بدأ ببوكبا في أول الموسم وده كان أحسن مستويات بيقدم وبوكبا رجع بعد كده بسم الواضحة ما عنده مشكلة كبيرة مع بوكبا يعني عنده مشكلة واضح جدا أن فيه مشكلة ويمكن تلعب بعد المباراة بوكبا أصلا فأصلا تحسه أبرزيل يعني لا بعد المباراة حتى كان فيه بعض الانتقادات على سولشاير نفسه بيكلم على بوكبا أنه هو مش مركز وأنه بيوصفه يعني أنه عنده بعض المشاكل وأن بوكبا هيستمر في هذه المشاكل لسن 35 فبعض الناس انتقادته بتقول لهم ليه بتنتقده بشكل كبير جدا على المستوى العام يعني يعني بوكبا بيقدم مستوىات أكثر من رائعة لما بيكون نفسيا وده شيء مهم جدا لما يكون نفسيا مهيئ لا بيقدم مستوىات رائعة يعني علشان بوكبا انتقده بعد مطش لستر سيتي وقال أنه نحن عندنا كوارث دفاعية وعندنا جوان يعني بتخش فينا بطريقة غريبة فلازم تغيير علشان الجوان دي ما تخشش فينا فانتقدوا وبعديها قاعد مطش ما يلاعبوش فعلا لحد ما احتاجه فانزله في مطش ليفربول فبوكبا نزل ومش مركز طبعا في الملعب فعمل حركة عفوية فاسترد بعدها نزل في مطش أتالنطا تقريبا مبارح كان فيه كورة كده اتقطعت من بوكبا على المنطقة الثامنطاشر وكانت رايحة خطيرة جدا لولا تدخل ايريك بايلي مدافع منشستر رونيتد وكان هيبقبون التاني لأتالنطا وكان هيبقى ناتج يعني الفرق أوسع بكتير من يعرفوا يتعادلوا طب عايزين نشوف برضو يعني أرقام المباراة طبعا كانت مباراة كبيرة جدا جدا وكالعادة رونالدو بينقذ سول شاير من الإقالة وتعادل مثير 2-2 يعني منشستر رونيتد أمام أتالنطا وأعتقد عمر المباراة دي أعتقد في وجهة نظري لو كانت راح لحتة تانية أعتقد كان سول شاير يعني كان هيبقى آخر مباراة بنزل الأرقام قدامنا تعادل 2-2 الفرص يعني خمسة خمس فرص للمان يونايتد قدر يسجل هدفين أربع الأتالنطا سجل منهم اتنين الاهداف المتوقع كانت قريبة 1.2 أتالنطا 1.3 مانشستر يونايتد الاستحواز كمان كان قريب 53% لصالح المان يونايتد بتكلم على التمريرات الصحيحة نسبتها 86 و86 تكلم على التصويبات 13 للمان يونايتد مقابل 10 أتالنطا عرضيات المان يونايتد 9 أتالنطا 5 ركنيات المان يونايتد 1 الركنيات 5 أرقام متقاربة جدا جدا وعلى المستوى الفني أعتقد زي ما بقول كان سول شاير أكيد كان سعيد بهذا التعادل بشكل كبير جدا وخاصة على مستوى رونالدو يمكن سول شاير من خلال بعض اللقاءات الصحفية شابه كريستيانو رونالدو يعني الأسطورة أسطورة مايكل جوردن اللعيب أو يعني الأسطورة في السلة في الان بي اي طبعا نتيجة أنه هو يعني رونالدو دائما هو المنقذ الوحيد لسول شاير تعالوا مع حضراتكم نشوف قال ايه بعد التعادل مع تلانتا 22 أرتكب جريمة كلما أختار تشكيلة لخوض مباراة لأنني أترك مجموعة من اللاعبين ذهبنا إلى مباراتنا ضد توتنهام بنظام مختلف ولعبنا أمام تلانتا بشكل مختلف إذ لعبنا بخمسة في خط الدفاع سيتألق قادون سانشو ويعمل بصورة رائعة هو لاعب الماهر واعتقد أنه لعب باقتدار منذ نزوله إلى أرض الملعب عمر بي تكلم طبعا على كريستيان ورونالدو شايف بقى كمان أداء كريستيان ورونالدو خلال خاصة خلال الفترة اللي فاتت أربع مبارات سواء على مستوى البريمين ليج أو على مستوى التشاملس ليج يعني عايز أقول أن الدنيا بتلف ودور يعني كبيرة في الضغط والمشكلة دي بتكون موجودة باختلاف مع اللعابة الموجودة في الملعب وطبعا كلنا كنا عارفين أن كريستيان ورونالدو أقل العيب يضغط من منشفة رونالدو في الملعب رجع دلوقتي طبعا بيدافع عن كريستيان ورونالدو بشكل كبير لأنه أنقذوا من الإقالة في أربع مباريات على التوالي ففيه من قدر كريستيان ورونالدو العيب بتروح له عشر كور طبعا أرقام كمان كريستيان ورونالدو قدامنا طبعا طبعا أهداف هدفين دي في المباراة طبعا أمام أتلانتا هدفين صناعة فرص واحدة تصويب على المرمى أربعة تصويبات منهم ثلاثة على المرمى التمرات صحيحة نسبتها تسعين في المية مرغوات ثلاثة منها اتنين صحيحة التحامات هوئية السبع منها أربعة مكسب يعني بتتكلم كمان خلي بالك أومر بتتكلم على واحد برضو لعيب عنده ستة وتلاتين سنة يقترب من السبعة وتلاتين هذا الأداء والسرعة والنهاء والفينيش غير قبيع غير طبيع يعني مدارب المدارب فإن الأتلانتا كان يعني بيسخر من بعض الناس اللي بتقول إن كريستيان ورونالدو عنده مشكلة إنه يكون عندك مشكلة اللي تواجد كريستيان ورونالدو في فريق قال لهم أنا نفسي في المشكلة دي تكون عندي في الفريق وواحد مهاجم بيجيله وعشر كور بيسدد منها تسعة أون تارجت ومنهم خمس أهداف يعني فعلا ما كانت عادفية مش طبعية أنت عايز إيه من مهاجم رأس حربة تسعة اخر كده لكن المشكلة الحقيقية بقى في منشستة رونيتد لما يكون عندك بوكبا وفان دي بيك وماتتش وبرونو فرناندز وسانشو وراشفورد وكريستيان ورونالدو ومتعملش غير خمس فرص بس للتسجيل يعني دي دي المشكلة الحقيقية يعني كان دايما جوارديولا بيقول إيه أو هنا رياني كان بينقل عن جوارديولا بيقول لهم أنا شغلتي إن أنا وصطلك الكورة قدام الجون شغلتك إنك تسجل هنا الكورة ما بتوصلش أصلا يعني خمس فرص في المباراة دي ما تجيش في شهود طبعا ما تجيش في شهود مقرنتا بالنجوم اللي عندك والأفراد على مستوى المهارة حتى هو آه أنا كل مرة بحط التشكيل أنا بعمل جريمة لإنه بقعد ناس كتير بره ولعب 352 أو 3532 في ماتشاة طالنطة علشان يدي الهاري ماجواير المساحة بتاعته في النوع هاري ماجواير ده كمان ده قصة تانية ماجواير عنده انتقاضات كبيرة جدا من الصحافة هناك عادت على مستوى اللي دفعته فيه 80 مليون جنيس ترليني وعلى مستوى الأداء الدفاعي يعني أداء سيء جدا تعال نشوف ترتيب المجموعة الستة مع بعض ونشوف كمان على مستوى بعد الجولة الرابعة الماني يونايتد في المركز الأول متساوي بعدد النقاط مع فيا ريال بسبع نقاط أتالنطة في المركز الثالث بخمس نقاط ويانج بويز السويسري في المركز الأخير بثلاث نقاط شايف فيا ريال بيقدم مستوى هايل جدا 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 بيقوله كمان إن إقدارة نيوكاسل الأستاذ ياسر رميان اجتمع به بأناي إمري بس هو فضل إنه هو يكمل مع فيا ريال وهو فعلا يعني أناي إمري مختلف تماما مع الفرق الأسبانية عن فريق زي اللي كان عن أرسنال مثلا زي ما كان بيدرب أرسنال في إنجلترا شوفنا إنه كان بيقدم معهم مستويات ممتع جدا قدام منشستر رونيتد وكان عرب للفوز وقدو لفوز ذهابا وإيابا على هينج بويز اللي كذبت أصلا منشستر رونيتد تتكر مين هيبقى في المركز التاني لسه المجموعة مشتعلة بشكل كبير مركز التاني أطالنطا ولا فيا ريال أعتقد إن يعني هو فيا ريال فاضل له ماتش مع منشستر رونيتد ومع أطالنطا بالزبط لا أعتقد فيا ريال آر فيا ريال آر لكن هما الاتنين المركز التالت بالنسبة لهم مرضي لأن هما الاتنين طموحهم إنهم يروحوا اليوروبلين طيب تعال نروح للمجموعة السبعة نشوف نتائج المجموعة السبعة في الجولة الرابعة من الشامونز ليج طبعا فوز بورج والفوز على سالس بورج بهدفين مقابل هدف إش بليا والخسارة من ليل اتنين واحد طبعا نشوف كمان ترتيب المجموعة عشان نقدر نتكلم كمان على فوز بورج نيمكن العاد ريت بول طبعا هزيمة في اعتبار مفاجأة شوية وليل كمان بحق مفاجأة بالفوز على إش بليا اتنين واحد شايب المجموعة دي ازاي عمر المجموعة دي أصعب مجموعة على الورق في دورة أبطال أوروبا يعني المجموعة دي من خلال جدول الترتيب لو تعرض هنشوفها جدول الترتيب هيكون قدامنا حالا ريت بول سالس بورج سبع نقط ليل خمس نقط فولفسبورج خمس نقط إش بليا ثلاث نقط ممكن إش بليا في الجولتين اللي جاي يسعده ده يسعده أول معنا دلوتي الترتيب بالزبط ممكن إش بليا بالزبط ليل في المركز الثاني بخمسة فولفسبورج في المركز التالي بخمسة إش بليا في المركز الرابع أصعب مجموعة الورقة لأن كلهم مستقربة متقرب من بعض وكمان الفروق الفنية فيهم مستوى متقربة جدا والفردية قريبة جدا يعني هنا كل يعني لو لقينا القيمة التسوقية للفريق كلها تلاقيها قريبة من بعض لكن مجموعة زي ريال مدريد مثلا شرف 12 مليون يورو القيمة التسوقية بتاعت الفريق كله 12 مليون يورو أقل من أقل لعيف ريال مدريد صحيح صحيح نروح للمجموعة التامنة معك برضو نشوف نتائج المجموعة التامنة بعد الجولة الرابعة في الشامس ليج طبعا تشيلسي والفوز بس 1-0 على ملمو وطبعا فوز كبير لليوفينتوس 4-2 على زينة الروسي شوفت المجموعة دي ازاي وخاصة أني خلاص ليوفينتوس ضمن بشكل رسمي أن هو الموجود على رأس المجموعة والوصول لدور الستاشر الترتيب ادعمت برضو خرجت على المتش تومس توخل كان بيلعب على قد المتش على قد المتش آه يعني كان حتى بيلعب حكيم زياش تحت رأس الخربة كان بيلعب تحت رأس الخربة وقدر أنه يصنع ويسجل أعتقد أن تومس توخل عنده كمية لعيبة في الفريق عنده الدكة أقوى من الناس اللي ممكن تشارك عنده لعيبة نصف ملعب تكافي فرقتين لكن هو عنده مشكلة في غياب المهاجمين طيب بالنسبة للترتيب طبعا يوفينتوس المركز الأول العلامة كاملة 12 تشيلسي بالمركز الثاني بتسع نقاط زينت في المركز التالي بتلات نقاط مالمو طبعا في المركز الأغير بدون نقاط اللي يجري بقى بيجرجعنا الزمان قوي مع اليوفينتوس لما كان مستوى مغير جدا في دور الأبطال يعني يوفينتوس في دور الأبطال مختلف تماما عن يوفينتوس في الدور الأطالي صحيح صحيح الاختلاف ده جاي منين برضا يعني على مستوى التشاملز ليج المفروض المباريات على مستوى أقوى الضغوط أقوى كتير جدا لكن بتشوف تناقض كبير اللي يجري مع اليوفينتوس في التشاملز ليج أربع أربع مباريات 12 12 12 نقطة على مستوى السيريا متأخرا أعتقد دلوقتي في المركز السادس أو السابع الشخصية الشخصية اللي يجري محتاج يبني شخصية يوفينتوس ثاني من جديد في السيريا أو في الدور الإيطالي لأن فقدت من شخصيتها كتير جدا في السنة الأخيرة دي تحديدا بعد بيرلو وساري يوفينتوس خسر كتير جدا خسر كتير جدا مش على المستوى الفني ومش على المستوى اللعيبة ومش على مستوى الأداء ومش على مستوى البطالات خسر كتير جدا على مستوى احترام الفرق لأي فريق في إيطاليا بأنازل عايز يكسب يوفينتوس مستوى مشابه جدا لبرشلون حاليا في أسبانيا لكن عكس دوري أبطال أوروبا بيكون الفريق شوية عارف أنه يوفينتوس فريق قوي فبيكون حامل حسابه للشخصية نجم البايرن ومنتخب البولندي 8 أهداف سباستان هالر ده طبعا الإبواري طبعا نجم آيكس ب7 أهداف نجمنا الكبير محمد صلاح ب5 أهداف كريستيانو رونالدو ب5 أهداف وكريستور نوكونو ده طبعا لعب ليبسيك ب5 أهداف شايف ترتيب الأهداف ده خلال الجولات اللي جاية ممكن يتغير خاصة كلنا أمل أن محمد صلاح إن شاء الله خلال الجولة اللي جاية يحرز أهداف بشكل أكتر من الجولة اللي فاتة نحن نتمنى أنه هو محمد صلاح طبعا يكون على صدارة الهدفين في دوري أبطال أوروبا ولكن أنا شايف لفندو فيسكي جاب طبعا برشلونة جاب جنين برشلونة كله جاب جنين صلاح جاب خمس تجوين فريزة برشلونة جاب جنين فيش فروق مش طبعية أنت كتالوني أنت كتالوني صح جد ما بين عليك ما فيه حسرة والله إن شاء الله اللي جاي أحسن لفندو أنا زيك كتالوني برضو بس متفاعل بجاب عمر بنشكرك شكرا جزيلا لنورتنا وشرفتنا يعني أنا شكرت أننا كن مع أسطورة زي حضرتك وأننا أطلع في قناة الألي أول مرة أطلع في قناة الألي بعتت أجددها حاجة بصراحة مشرفة وأننا أكون معاك دي حاجة خاصة بالنسبة لي حميب بنورتنا وشرفتنا نستور معاك وحنا صغيرين أكيد شكرا لك وشكرا لحضرتك على المتابعة إن شاء الله الأسبوع اللي جاي يوم لتنين الساعة سبعة ونص يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف أهلا بحضرتكو مرة تانية عمر عايزين نروح للمجموعة الرابعة مجموعة الرابعة وطبعا وجود اتنين من العماليق نتكلم على ريال مدريد والإنتر لكن خلينا نبدأ بريال مدريد والفوز على شختار اتنين واحد الحقيقة ريال مدريد مع انشلوتي في دوري أبطال أوروبا يعني تسع بوينت وخسر ماتش غريب جدا من فريق شريف ده شريف ترابسون لكن قدر يفوز على شختار زهابا وقيابا علشان يحسم تردد الناس في ان هو ممكن يتعثر ممكن ما ينزلش ممكن ما يطلعك ولكن مع انشلوتي بيقدم مستوى جايك جدا وخصوصا ان عنده بنزيمة يسجل هدف رقم ألف في دوري أبطال أوروبا عنده لعبة كويسة جدا زي فينيسيوس اللي بيقدم مستوى مبهر جدا شريع ويعني ما عرفش هيستمر المستوى ده ولا لأ لانه في الأولو في الآخر لعيب برازيلي بيلعب ما عندكش سكوخ ولا زي انت اللي بيقدم برازيلي ما فيش برازيلي يبقى بزاجه على طول لكن متعلق بصراحة بشكل أفضل من رائع بيلعب كويس جدا لكن في بعض الناس بتقولك يعني خروج يعني خروج كريستيانو رونالدو من ريال مادريد وبدأ كريم بنزيمة هو يكون النجم النجم الأول في هذا الفريق عايزة كلمك على كريم بنزيمة وخاصة أحرز هدف تاريخي الهدف رقم ألف على مستوى التشاملز ليج مع ريال مادريد شايف كريم وتقلقه ازاي وهل شايف انه ممكن جدا يكون مرشح للبلندور السندي شايف كريم بنزيمة ازاي السندي في الحقيقة كريم بنزيمة في وجود كريستيانو رونالدو كان أحسن واحد في العالم ممكن يعمل نهاركم اتنين في الفريق يعني ما كانش فيه حد أفضل منه ممكن يساعد كريستيانو رونالدو بالتقلق ده كانت كل الناس بتقول يعني كانت كل الناس تنتقد كريم بنزيمة فيه والتواجد كريستيانو رونالدو وكان كل جمهي ريال مادريد نفسها ان بنزيمة يرحل عن ريال مادريد ظهر بنزيمة لما الفريق ابتدى اعتمد عليه بشكل أساسي رأس حرب التاسعة بشكل أساسي وظهر قوته وظهر خل المساحات وظهر انه فعلا يعتمد عليه في حتة الهجوم ظهر امكانيات وظهر الخبرة اللي خدها من تواجد لعيبة كبيرة جدا معه يعني من أيام رأولو وهجويين وكريستيانو رونالدو وعدة بأساطير جات عليه ومشيت وهو استمر في ريال مادريد قدر ياخد بالنوم خبرة كبيرة جدا كريم بنزيمة بيقدم واحد من أعظم مستوياته كقائد لهجوم ريال مادريد ولكن أيضا فيه ظل تواجد كريستيانو رونالدو كان بيقدم مستوى عظيم جدا كماركز اثنين في الهجوم يعني الناس بتتكلم دايما بتتكلم ان كان بيشتغل تحت عباد كريستيانو رونالدو رونالدو هو يمكن واخد يعني واخد الأضواء بشكل بالرغم ان كمان من متخصص قرط القدم بيقولوا ان هذا الأداء مش من السنة بس كريم بنزيمة بيقدم مستويات أكتر مرائع خلال الثلاث سنين اللي فاتوا مع الريال مدريد طبعا كاللوس أنشولوتي المدير الفني طبعا لريال مدريد فوز كان مهم جدا جدا لريال مدريد بتضعه على الصدرة لكن كاللوس أنشولوتي طبعا قال إيه في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على شخطار اثنين واحد نشوف ما حضرتك أتفهم موقفهم فلدينا مشجعين يتوقعون الكثير منه عندما نلعب على الأرض إلا أن ذلك في رأيي حافز كبير لنا كي نقوم بعمل جيد أعتقد أننا بدأنا الشوطين بصورة جيدة لكننا ورغم سيطرتنا على الوضع في الشوط الأول لم نتبع أسلوبا هجوميا هناك أشياء كان يجب أن تحدث وأنا سعيد بأن المشجعين أيقظوا اللاعبين كريم بن زيمة وكورتوا وفينيسيو جونيور الآن أهم لاعبي الفريق غير أن الجميع يحاولون بدل قصار جهدهم مثل ميليتياو وألابا الذين قدموا أيضا أداء جيدا في المباريات يعرف الجميع تمتعنا بلاعبين مهارة في خط الوسط غير أن فينيسيوس وبن زيمة هم الشخصيتان الرئيستان هنا أوافقك على ذلك لكن ريال مدريد لا يتألف فقط من اللاعبين الثلاثة الذين ذكرتهم أمارت عليك على أنشلوتي يعني بالنسبة لي تصريح غريب أنه يطلق يقول كونسلوتو وبنزيوس وبن زيمة هم أفضل لعبين في الفريق لأن فعلا ريال مدريد هم فعلا أفضل لعبين في الفريق لكن أنشلوتي عنده من الخبرة الكفاية أنه يمجد في الفريق كله لكن من فاش يقول أنه أفضل ثلاث لعبين عندي بس من الواضح أنه مستعيد بالأداء وكان متعادل مع شغطار وكان ممكن الماضي يروح منه في أي وقت وعند كوارث دفاعية ألا بقى مش قادر يحجم رحيل سيرجي راموس عن ريال مدريد وفاران لمنشستر نايتد وصفقة ب60 مليون يورو تعويض ألابة مش كافي لريال مدريد يعني حتى فوجود فاران وراموس كان ريال مدريد عنده بعض المشاكل الدفاعية دلوقتي هو أنشلوتي بيحاول يعمل كل الممكن كان عمل دفاع زون كان عمل دفاع منطقة كان بيدفع أربعة وكان حاطت لوتكوس باسكيس يعني كان حاطت أن ما ينفعش برشلونة يتقدم لحد البوكس بتاع ريال مدريد فكان هو فعلا عنده كوارث دفاعية وعنده مشاكل كتير جدا في الفريق ولكن في نفس الوقت عنده لوكا مودريتش وتوني كروس يعني لعيبة كبيرة جدا لوكا مودريتش خذ الكرة الزهبية توني كروس الزهب لا يصدق يعني عنده بدايل كتير عنده اختقارات كتير جدا في الفريق وعلى فكرة ريال مدريد على مستوى اللليجة ما بيقدمش المستوىات المبهرة برضو ريال مدريد يعني اتعاد المباراة كتير جدا ونخص المباراة لو كان فيه بعض الانتقادات بعد المباراة دي يعني أنشلوتي كمان بيتكلم أنه طبيعي أنك يعني فيه انتقادات لكن على المستوى الأداء الجماعي ما كانش بالصورة المناسبة وبعض الناس مش مرشحة يعني ما بتكلمش يعني المرشحين للفوز بالشاملزليج بعض الناس ما بتحطش ريال مدريد هل هل ده صحح أن ريال مدريد في الوقت الحالي بعيد عن الفوز بالشاملزليج لا طبعا هو يعني فنيا وعلى الأسماء اللي موجودة بعيد بس ريال مدريد بالشعار ريال مدريد باللوجو بتاع النادي أين كان ظروفه وآين كان الأحوال اللي بيمر بها فهي البطولة المفضلة بالنسبة له والبطولة اللي بيكسبها بشكل سهل جدا هي دورة أبطال أوروبا ريال مدريد يعني مجرد أنك تلعب في السنتياج وبرنابيه ضد ريال مدريد قدام جمهوره أعتقد أنه محتاج خبرات كبيرة جدا علشان بس العيبة تقدر تكسبهم يعني ريال مدريد بيكسب في دورة أبطال أوروبا إلى الآن بالخبرة بخبرة اللاعبين وبالشعار كارفاخال طبعا نجم ريال مدريد في اللي بقوله بعض الناس بتقول أو بعض يعني المنتقضي أداء أنشلوتي مع ريال مدريد مش مرشحين ريال مدريد للفوز بازيل بطولة كارفاخال قال إيه عن هذه الجزئية وبيقول لا ريال مدريد متواجد ومنافس قوي لازيل بطولة تعالوا مع حضركم نشوف كارفاخال ألي أعتقد أن ريال مدريد قادر على هزيمة أي فريق في دور أبطال أوروبا إذا كانوا لا يعدوننا ضمن المرشحين للفوز باللقب فهذه مشكلتهم كما هي ميزة لنا لأنها ستخفف من الضغوط وعلينا خوض كل مباراة وكأنها مباراة نهائية نفكر فقط في إنهاء دور المجموعات على صدارة مجموعاتنا والفوز بكل مباراة في الدور الإسباني وسنرى موقفنا بعد عدة أشهر أتفهم موقف سيرجو راموس بعد كل الإصابات التي تكبدها ولا شك لدي في أنه أول شخص يتطلع للعودة للملاعب وهو يفذل جهدا شاقا لأجل الارتقاء بمستوى مجدي التصريح أعتقد فيه نوع من المصدقية شوية وبتكلم في النقطتين لو إحنا مش مرشحين بتكلم على ريال مدريد لو بعض الناس من المرشحات ده كويس بالنسبة لأنه بيشيل الضغوط علينا شوية لكن عنده كمان ثقة أن ريال مدريد قادر على حصد البطولات هو ده اسم ريال مدريد وكاربخال العيب قديم في ريال مدريد راح يلعب بين فيك قال لك برشلونا مش هدا لنافس احنا بس بنحاول نوصل لأبعد نقطة ممكن نوصل لها علشان كده كنا بنشوف أنه كومان ما ينفعش يستمر في وكذا فريق كبير زي برشلونا كاربخال لما طلع بيدل على قدرته واستعاب الحجم الفريق اللي هو بيلعب فيه هو ده الروح اللي أنا كنت بقول لحضرتك عليها الروح مستوى هذه المجموعة الانتر مع شريف ترابس ويفوز الانتر ثلاثة واحد شايف ان الانتر يعني قادم بقوة وخاصة انه كمان راجع بقوة على مستوى السيري ا شفت المباراة ازاي على مستوى الفني بشكل عام يعني الانتر بيقدم مستوى كويس جدا مع انزاجي ويعني تعريبا في الدوري مخسر شغر ماتشو هاحد الدلاتسيو تعادل تقريبا في ثلاث مباريات الانتر بالرغم ان هما فقدوا لعيبة كبيرة جدا زي مثلا رادمين اللي كاكل لما راح تشالسي بمئة مليون ولكن يستمر الاداء اللي بيقدمه انزاجه مع الانتر كان بيقدم اداء ممتاز على المستوى التكتيك وعلى المستوى الفني وبيقدر يستخدم العناصر اللي عنده بشكل ممتاز جدا كمان شرف يعني شوفنا كنا شايفين ان هو يعني حتى ظهر من اول مباراة من مباراة ريال مدريد فريق مباغد جدا فريق عنده صراعات كبيرة جدا انزاجه يقدر يحفظ ويلعب على امكانيات ويقدر يكسب مزابا ويابا اعتقد ان ده النقطة اللي كان عايز يوصل لها واعتقد ان هو كده خلاص ضمن التأهل بالرغم من شرف يعني عنده ستة نقاط يعني مضمتش التأهل الرسمي لكن قرب جدا بشكل كبير جدا لان يعني هو لسه لما مع ريال مديد ورسه لما مع شختار فلكن اعتقد لما شختار يعني بنسبة كبيرة جدا تعال نشوف انزاجي المدير الفني للانتر اعتقد ان التأهل الى دور الستة عشر اصبح الان في متناول اليد كنا على دراية بعد ضفرنا بنقطة واحدة من اول مبارتين اننا بحاجة للفوز بكل نقاط مبارياتنا ضد شريف احسن الاداء لم تكن مهمة سهلة لان هذا الفريق كسب ست نقاط من اول مبارتين الا ان اللاعبين احسنوا الاداء وحافظوا على تركيزهم بعد فشلنا في تسجيل هدف الشوط الاول نحتاج الان للتعافي جسديا ونفسيا من مشاق المباراة لان امامنا يوم الاحد القادم مباراة مهمة جدا لمشجعين وللنادي ضد اي سي ميلان لقد قمت بمناوبة الكثير من اللاعبين في اخر خمس مباريات وفزنا باربعة وتعادل واحد هذه اشارة رائعة رائع في الوقت الحالي ويجب ان نستمر على هذا المنوال حقيقة ان لدينا العديد من اللاعبين المختلفين على ورقة النتائج شيء يجعلني سعيدا طبعا هو سعيد بالاداة وسعيد بالنتيج لا يوجد شك ويقول لك احنا قربنا بشكل جدا للوصول للدور الستاشر تعالى عمر نشوف ترتيب المجموعة ديت لان المجموعة كان فيها قلق شوية خاصة شريف تراسبول عمل مفاجئة في الأول لكن ترتيب المجموعة نتكلم ريا المدريد في الصدارة بتسعة نقاط انتر ميلا في المركز التاني بسبعة نقاط شريف تراسبول في المركز التالي ست نقاط وشخطر في المركز الرابع بنقطة وحيدة ترتيب منطقي يا شريف بالنسبة للمجموعة يا عمر يعني بس في بداية يعني لما شفنا القرعة قلنا ان شخطر رايحة يوروبا ليك كده كده يعني قلنا ان شخطر مركز تالي بشكل كبير لكن شريف عمل مفاجئة بصراحة يعني أول مشاركة في دورة يبطال أوروبا ويفوز على ريال مدريد ويفوز على شخطر يعني مفاجئة كبيرة قدمها شريف فريق شريف في دورة يبطال أوروبا طيب تعال نروح للمجموعة الخامسة وأول ما نتكلم عن المجموعة الخامسة بلاش المجموعة الخامسة بلاش بلاش برشلونة والفوز على دينامو كيف قبل ما نتكلم عن الماتش ده شايفوا يا تشافي خلاص على بعد ساعات للوصول للإدارة الفنية لبرشلونة ولا ممكن يكون في بعض المستجدات لا غالبا تشافي هيرجع مع بحثة برشلونة اللي موجودة في قطر حاليا هيرجع معهم لأسبانيا علشان يتم التعاقد معاه وكان من الطبيعي أن يتم التعاقد مع تشافي في الوقت دام يعني كانت ناس بالطالب ويصالت كومن من فترة كبيرة جدا ولكن ما كانش ينفع بعد التوقف الدولي اللي فات يرجع أو يجيب مدير فني جديد لأن هيرجع يلعب أتلتكو مادريد في فالانسيا في ريان مادريد ده غير دوري أبطال برأوروبا لبرشلونة وحتى هم دلوقتي ما بيتفوضوش في أن تشافي يدرب برشلونة لأوا ما بيتفوضوا أن هم يدفعوا الشرط الجزائي لنادي السد القطري ولا لأ وغالبا يعني على علاقتي بإدارة السد القطري أن هم يعني ناس محترمة وكانوا وعدين تشافي في حالة أي فريق كبير من أوروبا زي برشلونة طبعا هيروح يدربهم هيفسخ كان بيوضع اللعيبة والمسؤولين يمكن في آخر جولة في الدور القطري كان بيوضع اللعيبة بشكل رسمي وكان موجود وابد من برشلونة موجود في الاستادي معيهم كانوا طالبين إن إخوان لابورت يروح علشان يتفاوض مع تشافي بسهر رئيس النادي ففعلا مش هيروح وبكذلك رئيس نادي السد مع حضراش الاجتماع والوقت مناسب جدا للسد الرحيلة تشافي لأن السد أول مطش هيكون يوم 21 ديسمبر لأن عندهم توقف الدولي وبعد كانت توقف البطولة العربية زينا في مصر فيكون عنده المدرب ممكن شهر وشوية علشان يقدر ييجي ويحفظ لعيبة ويدربون ولكن في زحيفة ذا أسلتك عندنا بعض النقاط اللي ممكن نتكلم فيها في حال ما جاء تشافي إيه النقاط القوة وإيه نقاط الضعف وهل تشافي المدير الفني اللي عنده الخبرة اللي ممكن يمزج فيها أنا كنت وليس أسألك يعني قبل بنتكلم على مباراة الدين المكيف سريعا تقول لنا هل تشافي هو الرجل الأفضل أو الأصلح لبرشلودا في هذا التوقيت خلينا نقول من ناحية يعني أنا بالنسبة لي كورة مش فنيات بس بالنسبة لي كورة إداريات 50% وفنيات 50% على المستوى الإداري عندنا أول حاجة لابرتا مش هقدر أول ما يجي رئاسة النادي يتكلم زي ما تكلم على كومان ويقول أنا لو لقيت مدير فني أحسن من كومان هجيبه لو ملقتش خلاص كومان هيكمل مش هقدر يقول كده فطبيعي لما رئيس النادي يقول على مدرب كده اللعيبة عمرها ما هتديك الريسبيكت بتاعك أو الاحترام بتاعك أو هتقدرك بالشكل الكافي التشافي هيكون على قدر المسئولية وقدر الـ DNA بتاع برشلونة أو الحمد الـ DNA ما عرفش اسمه بتاع برشلونة أنه هو يقدم فعلا المستويات ويقدم فعلا الثقة للعيبين الشباب اللي لسه طلعين من اللمسية لأنه هو كان زيهم وكان موجود في اللمسية على مستوى الفني تشافي أول تصريح لي قال أنا بحب أن الكورة تفضل في رجل اللعيبة بتاع يعني لعيبته استحوازه بالضبط بحب الاستحواز ودي أول قصائص في برشلونة لكن صحيفة زأسليتك كده يعني جمعت خمس نقاط فيها أسلوب لعبة تشافي مع برشلونة أول نقطة هو البناء من خلف بتمريرات قسيرة دي برشلونة دي عبارة عن برشلونة البناء من الخلف أنه يطلع بالكورة واحدة واحدة من خلال اللعيبة بتمريرات قسيرة تاني نقطة وهي أن في كل مراحل بناء اللعب لحد ما يوصل للهجوم يكون في زيادة عددية لواحد لعيب واحد من فرقته على أقل بمعنى أن لو في أربعة وفي ضغط عالي من الفريق التاني بيبتدي لعيب من نص الملعب ينظل يرحل لتحت ويبتدي لعيب من الهجوم يرحل لنص الملعب علشان يكون فيه أكتر من لعيب بزيادة عددية في كل الفتوط مفاتيح للعب بالزبط الثالث حاجة في حالة الهجوم دي اللي مختلف فيها نوعا ما عن جورديولا لأن أيام جورديولا كان فريق برشلونة بيلعب زي حلقة الهندبول اللي هو الكوس بتاع الهندبول بيدور الكورة من الكورنر للكورنر لكن في اتشافي بيحب يلعب الكورة أفقية يعني بيحب يلعب الملعب بالطول بيحب يوصل الكورة الهجوم بالشكل الطولي علشان كده دايما بيعمل زيادة عددية ودايما بيكون فيه لعيبة وقفة بشكل أفقي في الملعب المشكلة اللي عنده وهو خلينا نقول يقول الميزة الرابعة وهي الضغط العكسي يحب يضغط باثنين لعيبة على حامل الكرة من الخصم ليه؟ أول لعيب يحاول يستخلص منه الكرة ثاني لعيب يقفل الخطوط اللي ممكن يباصل إليها اللعيب ده بالزبط خامس حاجة وهي الفكرة الدفاعية لتشافي تشافي بيحب يلعب مان تومين بيحب في الأساليب الدفاعية يلعب مان على اللعيبة اللي ممكن تكون موجودة من الخصم أو في هجوم الخصم وده طبعا بيخلق مساحات كبيرة جدا في ظهر المدفنين صحيح فشوفنا تشافي يعني بيستقبل في كل مباراة 1.25% في جون وربع في الماتش من على الشاشة طبعا دي اتليتيكس طبعا على تقريرها عن تشافي والقيادة الفنية لفريق برشلونة بزبط بس في الحالات الدفاعية بيستقبل جون وربع في الماتش من يوم ما راح السد في كل المباراة تقريبا بيستقبل حوالي جون وربع لكن النسبة التهدفية عالية جدا وان هو بيقدم كرة هجومية بزبط بيقدم كرة هجومية وده اللي برشلونة محتاجية وده اللي لعيبة برشلونة محتاجينه بيقدم بيوصل ل 2.75% يعني حوالي 3 أداف اللي ربع في المباراة وده نسبة عالية جدا شفناها مع تشافي من يوم ما راح السد اللعيبة اللي موجودة عند برشلونة واسلوب لعب تشابي مع برشلونة واحترام اللعيبة الأودام زي جوردي ألبا وبيكي وبوسكتس وسيرجي ريبرت راب يمشي يعني احترامهم ليه هيكون مختلف تماماً وكمان اللعيبة الصغيرة محتاجة حد يطورها كما ما كناش بنشوف اسلوب لعب حقيقي في الملعب كنا بنشوف ما فيش هجمة محفوظة تقدر تلعبها حتى يعني برشلونة ما عندوش هاف مثلاً يمين خالص كنا دايماً بنشوف تغيرات كتيرة على الهاف اليمين وهما يعني مثلاً ينزل أنس وفاتي ومنفس وكتيني والثلاثة ما يلعبوش هاف يمين فدي كانت مشاكل فنية وتكتكية موجودة في برشلونة آه الغيابات يعني اتشافي طبعاً هو أول ما ييجي مكتوب كده يعني في التقرير ان هو هيغير الجهاز الطبي تماماً كله وهغير الجهاز البدني لأن يعني تخيل ان دنبيل يلعب 25 دي يا بالوس أنا ما لمس الكرة يرجع يتصابر نهاردة في التمرين دي حاجة مستحيلة فدي طبعاً وحضرتك أضرب ده إن الحمل البدني مش موجود على اللعيبة للعيبة كل ما ترجع من الإصابة تتصابتيني كل ما ترجع من الإصابة فدي حاجة صعبة جداً طبعاً الأيام اللي جاية طبعاً تشوفت شافي هيعمل ايه مع برشلونة لكن تشوفت خلينا نتكلم على المجموعة الخمسة وفوز برشلونة واحد سفر وكمان فوز الكبير باير ميونيك بخماسية يعني شوفت أولاً برشلونة دينمو كيف 1-0 الحقيقة برخوان لعب تشكيل كويس جداً 4-1-3-2 لعب منفز باي وانسو فاتي ودي أحسن تشكيلة ممكن لعبها برشلونة في الوقت الحالي لأن بوسكتس عنده مشكلة في الارتداد وقطع الهجمات فانت بتلاقي انه حضر 3 زي جابي وديونج ونيكو جونزالس في نص الملعب مع بوسكتس النواب يلقل من الدفاع لنص الملعب للهجوم فدي تشكيلة مثالية نوعاً ما برشلونة كان كويس جداً كمان على مستوى المساحات عنده عيب كتير كبير جداً في ناحية منيجويزال باك اليمين وهو أصلاً يعني بيلعب في قلب الملعب كقلب مدافع ولكن اللاعب لأنه ما عندهش ديست وبرشلونة بقى اميرسون لتوتنهام في أول الموسم فدست كان عنده مشكلة في العضلات ما قادرش يشارك وفي غير كده منيجويزا بيشارك ودست بيشارك كهاب ولكن اعتقاد الشخصي أن ديست المفروض يشارك كباك لأن منيجويزا ما بيقدمش مردود على المستوى الهجومي أو على المستوى كان فوز مهم جداً كان مهم جداً في الوقت دو يعني هو لو ما كانتش بازمة كانتش هيصعد كان هيطلق على الجانب الآخر البايرن فوز صاحق على بن فيكة 5-2 هاقول ايه؟ هاقول ايه؟ البايرن فانيلا بيسميش يعني كسب خمسة في القياب واربعة في الزهاب وكسب برشلونة ثلاثة وجابت عشرين جون في الدور الأولاني يعني براح يعني الناس دول عندهم ديئة واحد زاد ديئة مية عندهم جون زي عشرة وانبارح خلي بالك مية طلع مولر ولعب جانبري وسانيه وكومن وتحتيب ليفا طبعاً متقلق العادة وليفاندوبيسكي وما كانت تهديفية مع باير ميونيك بيحرز يمكن انبارح بيحرز ثلاثة أهداف والغاية دلوقتي يمكن أفضل هدافي على مستوى التهديف طبعاً ليفاندوبيسكي والمرشح يمكن الأقوى على البالندور في 2021 نشوف ترتيب هذه المجموعة وبعد نشوف الترتيب نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم في المحترف اشتركوا في القناة